موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جماهير مصر العظيمة الف مبروك لكل الشعب المصري تأهل المنتخب الى دور الستة عشر بعد تخطيه دور المجموعات بالعلامة الكاملة تسع نقاط في بداية هذه البطولة الافريقية لكن بدون اداء طبعا في البداية حما البداية ممكن تكون اول مباراة تاني مباراة لكن المباراة التالتة بالاخيرة بالامس كانت الاهم بالنسبة للجميع عشان المنتخب يظهر بالشكل اللي الجمهور بيستنى لمنتخبنا الوطن خلال الفترة الاخيرة عموما هنتكلم عن بطولة افريقيا وهنتكلم عن النادي الاهلي لكن طبعا النهاردة حقيتنا حلقة فيها تفاصيل مهمة جدا متعلقة بمشوار المنتخب والمنتخب الاقرب لمواجهته في دور الستة عشر وايضا هنتكلم على اداء المنتخب في البطولة الافريقية وهنتكلم على مشوار النادي الاهلي خلال الفترة القادمة والاستعداد لمعسقر اسبانيا اللي هينطلق ان شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله بعدد من المباراة الودية معسقر لمدة عشرة ايام قبل العودة ان شاء الله الى القاهرة والاستعداد لختام الموسم الماضي ثم مرحلة اعداد اخرى لبداية الموسم الجديد هي كنحية فنية اللي احنا بنقوله طبعا كلام لا يعقل ولا يصدق لكن ده حال القرى المصرية وده اكيد هيبقى محور حادثنا النهاردة في الفقرة الحوارية الاولى اللي هيشرفني فيها احد مدرب النادي الاهلي اللي سابقين ومدرب ليه بقى طويل جدا فيه الدور الممتاز والممتاز به كمان تحديدا الكابتن رمضان السيد بعد الفقرة الحوارية الاولى هيكون معاكم كمان في ختم هذه الحلقة الكابتن خالد العودي واطلاله على الالعاب الاخرى وما هو الجديد فيه النشاط الرياضي داخل النادي الاهلي ده بشكل عام حلقتنا النهاردة فيه الاهلي الليلة ونلقي فيها عدد من المعلومات وعدد ده من الاخبار المتعلقة بالبطولة الافريقية هتتقل لأول مر لان البطولة الافريقية لو فكرنا او ركزنا في التفاصيل الصغيرة هنلاقي فيه تفاصيل هنستفيد بيها للمرحلة القادمة ونلاقي فيه تفاصيل بتدي معلومة او بتدي مؤشر ازاي الكرة في افريقيا تطورت واحنا في مصر للأسف محلك سر بشكل عام المنتخب النقاط الكاملة تسع نقاط في اول سلاس مباريات في المجموعة الاولى فاز على زنبابوي بهدف مقابل لا شيء على القنغو بهدفين مقابل لا شيء وعلى اوغندا بهدفين مقابل لا شيء وبالتالي بيتصدر المجموعة بتسع نقاط خمس اهداف ثلاث مباريات بدون تلقي مرمانة اي هدف فبالتالي كلينشيت لمحمد الشناوي في الفتر الاخيرة ويمكن دي اتبار البطولة التالتة او الرابعة بمتخبنا الوطني بيحقق العلامة الكاملة لكن ان شاء الله في النهاية الاهم ورغم انت ممكن تحقق العلامة الكاملة لكن ما تفص بالبطولة الاهم ان شاء الله اللي احنا نفص بالبطولة والاداء يتغير خلال المرحلة القادمة واحنا بنتكلم عن الاداء منذ قليل انتهت مباراة المغرب وجنوب افريقيا وانا هايز اضرب مثل بالكرة اللي بيقدمها المنتخب المغربي والكرة ايضا اللي بيقدمها المنتخب الجزائري في دروس مستفادة من الكرة اللي بيقدمها كل المنتخبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني الكرة في المغرب تطورت تطور رهيب جدا خلال الفترة الاخيرة نتيجة استراتيجية او خط تتعامل بيقوم بها الاتحاد المغربي لتطوير اداء المنتخب المغربي خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا لا اخفي عليكم سرا ان هناك عقد كانت للقرى المغربية مع منتخبات افريقية ظلت حوالي اغطى من 15 او 20 سنة لكن خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا بعد ما تم التخطيط للقرى المغربية بشكل جيد والاستعداد للمنتخب المغربي وتأهل لكاس العالم تواجد في بطولة الجابون وخرج في دور التمانية امام المنتخب الوطني تصدر المجموعة في البطولة الحالية لكن تغلب على الكاميرو خلال الفترة الاخيرة تغلب على كودفور واليوم تغلب على جنوب افريقيا وبالتالي الكرة المغربية بتنطلق في اطار انها بتتغلب على العقد التي كانت تسبب لها ازمة في البطولات الافريقية السابقة ايضا المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري بعد تغيير اربع اجهزة فنية في اخر سنة ونص تم الاستقرار على جمال بالماضي اخر عشرة شهور وتم فصل المنتخب تماما عن كل المشاكل اللي بتتعرض لها الكرة الجزائرية خلال الفترة الاخيرة او حتى اللي بيتعرض لها دور المحترفين في الدور الجزائري واستقل جمال بالماضي بالمنتخب الجزائري فترة طويلة بعيدا عن ايون الاعلام والجماهير وابتدى يشتغل على تكوين منتخب قوي بدعم من الاتحاد الجزائري دون اي تدخل وبغض النظر عن الاسماء الكبيرة اللي ممكن تكون موجودة او مش موجودة وبالتالي الجزائر تطورت ظهرت بشكل متميز في البطولة الافريقية فازت على السنغيل المصنف رقم واحد افريقيا ودي نتيجة بتعبر عن شيء اكيد هيحصل في البطولة الافريقية ومستمرين انشوف نتائج الجزائر خلال الفترة القادمة وعند مباراة ان شاء الله الساعة 9 النهاردة هتكون في ختام الجولة التالتة من مباراة المجموعة التالتة امام المنتخب التنزاني اللي خسر اول مباراتين وبالتالي مبارات تحصل حاصل بالنسبة لتنزانيا لكن الجزائر بالتأكيد خلاص تصدرت المجموعة حتى لو خسرت من تنزانيا لنتاج الجزائر مع الفرق اللي بتنفسها في المركز التاني سواء كينيا او السنغيل في المواجهات المباشرة الجزائر كسبت الفرقتين فضمنت الصدارة حتى لو خسرت من تنزانيا بعاشرة صفر كده كده الجزائر متصدرة المجموعة التالتة لكن منتخب مصر وانا مضرب امثلة بالمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي منتخب مصر باللغة الرقمية او اللغة الاحصائية اللي بيعتمد عليها اجيري وده قلع في المؤتمر الصحفي منتخب مصر خلال المباراة السلاسة الاخيرة اداءه سيء جدا بالارقام لكم ان تتخيلوا ان افضل تصديات لحارس في المجموعة الاولى واكبر كم من التصديات لحارس مرمى في المجموعة الاولى كان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ده اندل على شي بيدل على التراجع الدفاعي عدم وجود استراتيجية في اداء منتخبنا الوطني في البطولة الافريقية ايام كوبر كنا مستقيم بين الاداء المنتخب نتيجة الارتكاز على اللاعب بشكل دفاعي لكن ايام كوبر كانت في فلسفة في فكرة بيؤديها الجهاز الفني وكانت ظاهرة للجميع لكن المرة دي لا في فلسفة لا في اداء لا في شكل بنعتمد على المهارات الفردية العدد من اللاعبين وده مش هيبقى متاح في الادوار النهائية ممكن يكون متاح لك في الادوار الاولى لكن مش هيكون متاح لك في الادوار النهائية أتمنى أن يتم معالجة السلبيات أن يكون في خطة عمل داخل الجهاز الفني مع الفريق تتضح من خلاله استراتيجية أو شكل الفريق إيه الصورة اللي عايزة أطلع بيها إيه هي طريقة اللعب إيه هي العناصر اللي ممكن تعتمد عليها في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم في أخطاف الدفاع في أخطاف التمركز في أخطاف وسط الملعب حتى التحرقات في الناحية الهجومية بتعتمد على مهارات فردية لتريزيجي أو محمد صلاح عبدالله السعيد مجاش البطولة لسه لسه لم يظهر خالص عبدالله السعيد في البطولة محمد النني أداء لم يتطور خلال الفترة الأخيرة بشكل عام ننتظر من المنتخب خلال الفترة القادمة أداء يسعد الجماهير لأن البطولة هتبدأ بمستوها القوي بدءا من دور السمانية حتى هذه اللحظة بعد النتائج اللي ظهرت في المجموعة الأولى أو الثانية أو الرابعة ما اتضحش مين ممكن يواجه منتخب مصر في دور الستة عشر في الوضع مع الوضع في الحزبان كمان أن طبعا مصر هتواجه تالت المجموعة الثالثة أو تالت المجموعة الرابعة أو تالت المجموعة الخمسة هنبدأ بالمجموعة الثالثة مجموعة السنغالي الجزائر كينيا تنزانيا إذا خسرت كينيا هتبقى في مشكلة في تحديد المركز الثالث لأن في نفس الوقت جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة أيضا ثلاث نقاط فتنتظر نتيجة مباريات المجموعة الخمسة غدا ممكن أي فريق من دول إلى وصل لأربع نقاط سواء تونس أو أنجولا أو حتى مالي عندها أربع نقاط أي فريق من دول إذا ظهر تالت في المجموعة أو حتى موريتانيا ممكن يواجه منتخبنا الوطن أنه هنا يكون عنده أفضلية بالمقارنة بنتائج كينيا أو نتائج جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة أو الرابعة عموما المركز الثالث لسه لغاية اللحظة دي لم يتضح بشكل كبير حتى البقاء المنتخبات لأن المنتخب الوحيد اللي تالت وبأربع نقاط هو المنتخب الغيني وتحدد بشكل كبير منتخب غينية ممكن هيواجه منتخب المغرف وأولى مباريات دور الستاشر إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بشكل عام ده شكل المنتخب خلال الفترة الأخيرة حتى التغييرات اللي تمت فيه المباراة الثالثة بالمقنة بالمنتخبات الأخرى ما ظهرتش بشكل جيد المنتخبات الأخرى استفادت بنتيجة المباراة الثالثة إن هي رايحت عدد من اللعيبة ودفعت بعدد آخر من اللعيبة ده نسبة وناسب هل استفدت بيها هل ما استفدتش بيها عموما عندنا أربع خمسة أيام قبل مباراة يوم السابت في دور الستاشر هنشوف وجهة النظر ونشوف الخطة الفترة القادمة ممكن المنتخب يتغير أداءه في دور الستاشر أو في دور النهائية ولا هيستمر بهذا الشكل اللي بالتأكيد هيواجه صعوبة كبيرة جدا في المرحلة القادمة في ظل إن خلاص شكل المجموعات أو شكل الطريق لدور التمانية ومن خلال دور الستاشر بيتضح مصر في طريق نيجيريا وغالبا إذا كانت الكاميرون أو غانا في مركز تاني هيبقى الفائز بينهم أيواجه منتخب مصر في دور التمانية أيضا مصر إذا وصلت إن شاء الله للسيم فاينال دور الأربعة غالبا بشكل كبير أيضا في اتجاه منتخب المغرب لأن ده الإطار اللي مشتغل به الفرق اللي ممكن أتروح مع بعض لغاية دور الأربعة المغرب غينيا نيجيريا غانا أو الكاميرون ده الإطار فبالتالي هنا حجم المنافسة هيزداد ده قوة وعتزداد المنافسة بدءا من دور التمانية بعد تخطس إن شاء الله دور الستة عشر ده بشكل عام الكلام عن بطولة إفريقيا الكلام عن أهل إن شاء الله خلال الفترة القادمة زي ما قلت لكم الأهل خلاص بيستعد المعسكر أسبانيا خلاص خلال الفترة الأخيرة بينتهي من المرحلة الأولى لفترة الإعداد لأن فترة الإعداد الجهاز الفني بقيادة مارتل لسارتي أسمها لمجموعة مراحل منها أنه بيختم الموسم الماضي بمباراتين أمام المولاي العرب والزمالك فبالتالي عامل مرحلة معينة في فترة الإعداد الحالية فترة الإعداد الحالية بتتطلب أن تستعد في القاهرة عشرة أيام وبتنهيق مباراة ودية إن شاء الله هتكون يوم الأربعة لم يتحدث حتى هذه اللحظة من هو طرف المباراة الودية إن شاء الله هتخذ الأهلي يوم الأربعة على ملعب مختار التيتش بيجزيرة لكن يوم الجمعة مرحلة تانية من الإعداد هتسافر أسبانيا عندك تلت مباراة ودية ثم هتعود إن شاء الله يوم 16 من شهر يوليو الجاري عشان تستعد للإسبوع الأخير والمرحلة الأخيرة من الإعداد لتخد من خلالها آخر مباراتين في الدوري أمام المولاي العرب وأمام نادي الزمالج يوم 27.37 في ختام الموسم نلعب ثلاث مباراة ودية في أسبانيا مباراة يوم 7 مباراة يوم 11 ومباراة أخرى يوم 15 في تدرك في المستوى واختيارات بالتأكيد نبعة من فكر مارتن لسارتي في هذه البطولة أو في هذه المباراة الودية عشان يقدر يجهز بالتشكيل الأمثل عندنا مجموعة من الشباب موجودين في النادي الأهلي في الفترة الحالية في محمد عبد المنعم في ميشو أمارة في فادي فريد هشام شعبان في عدد كبير جداً مجموعة الشباب حوالي 7 لعبين مع التيم الفريد الأول خلاص موجود كمان حالياً علي معلول وليد أزارو جونيور أجايي كل التيم يعتبر موجود خلاص عمار حمزي كمان أنهى فترة الأعارة مع نادي الاتحاد السكندر وحالياً موجود في معسكر النادي الأهلي وفي الاستعداد للموسم الجديد فبالتالي النسبة وجود الفريق بالكامل نسبة 90% أو 85% لأنه مش موجود خارج المعسكر غير الأربعة الموجودين في منتخبنا الوطن الأول بالإضافة إلى جرالدو مع منتخب أنجولا هنبدأ بفقرة الأخبار والنهاردة كان في اجتماع للكبتن سير عبد الحفيز مع حسام عشور وعمر السلية وحسين الشحات اجتماع كان مع السلاسي للحديث عن المرحلة القادمة ومتطلبات المرحلة القادمة والاستعداد للموسم الجديد والفترة الحالية للكبتن سيد بيتميز بفكرة أنه تجميع اللعيبة وتحفيز اللعيبة وخلق دوافع للمرحلة القادمة وبالذات لما يكون اجتماع مع نجوم الفريزة يحسام عشور وعمر السلية وحسين الشحات بالتأكيد اجتماع حديث عن المرحلة القادمة والاستعداد للموسم الجديد وقبل السفر لأسبانيا إن شاء الله سيتخلله ثلاث مباريات ودية إن شاء الله زمن نلقى خلال المرحلة القادمة بالإضافة لده كان في اجتماع مهم النهاردة لمرت اللاصرت أيضا مع لعبي النادي الأهلي على هامش المران هذا الاجتماع شاهد الحديث على الوحدات التدريبية أو الفترة الحالية فيه تدريب على فترتين ويختموا بروت دية إن شاء الله يوم اللاربة فدائما الجهاز الفني لازم يكتمم مع اللعيبة يقول لهم المرحلة القادمة عن استعد ازاي الوحدات التدريبية اللي ممكن الفريق ياخدها كناحية بدنية أو نحية فنية هتبقى في الإطار ايه ممكن الجهاز الفني كمان يكتمم مع اللعيبة بعد نهاية المران داخل غرفة خلع الملابس بيتكلم عن المران المسائي إلا هيبقى متاح فيه ممكن يكون فيه محاضرات نظرية لو فيه تصوير في التدريبات وخلال السكاوتينج اللي بيتم من محل أداء لعرض أداء عدد من اللاعبين في التدريب ده كله بيتم في فترة الأداد عشان تحضر للمسم الجديد لأن فترة الأداد هو المسم اللي من خلاله أو ده البداية اللي تبني عليها لأساس للمسم الجديد أو المسم اللي هيبقى مسم طويل جدا هيبدأ بنهاية الدوري ثم يستكمل بعد كده بمباراة كأس المسم الماضي ثم مباراة السوبر للمسم الماضي ثم ينطلق الدوري وبطولية إفريقيا إن شاء الله في منتصف ستمبر في نهاية هذا العام إن شاء الله للمسم الجديد لها يستمر إن شاء الله حتى شهر ستة مسم دوري محلي ومسم إفريقي وعدد من البطولات النادي الأهلي إن شاء الله هيشارك فيها خلال الفترة القادمة النهاردة كابتن طاري سليمان أيضا مدرب الحراس يمكن بيطمئن على مستوى الحراس اللي معاه معه علي لطفي أيضا شريف إكرامي كان عمل عملية جراحية وخلاص خلال الفترة القادمة بيتم الاتمنان عليه عشان يبدأ يشارك مع الفريق وهيكون موجود مع الفريق إن شاء الله في معسكر أسبانيا لكن دايما حديث كابتن طاري بيتكلم على مستوى الشنوي في المنتخب الوطني وكابتن طاري اتكلم على مستوى الشنوي إن الشنوي خلال الفترة الأخيرة ظهر بمظهر جيد جدا إدنا ملامح كده لنفس الأداء اللي كان ظهر به في مباراة كأس العالم مع منتخبنا الوطني في روسيا العام الماضي وقالي كابتن طاري سليمان إن الشنوي قد مباراة كبيرة جدا أمام أغندا أمس واللي انتهت بفوزة مصر بسنائية وقالي كابتن طاري إن الشنوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل مباراة شديدة جدا مع جميع القرات الخطرة التي تعرض لها المنتخب الوطني مؤكدا أن مستوى ارتفع من مباراة لأخرى في البطولة وده ملحظينه حتى يعني السكاوتينج أو التحليل الرقمي اللي خرج بعد مباراة أغندا بالأمس 37 تصدي لمحمد الشنوي أمام منتخب أغندا بالإضافة إلى ده أعلى نسبة تصديات لحارس مرمى في هذه المجموعة كانت لمحمد الشنوي وده يندل على شيء يدل على سقط الجهاز الفني في حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الآلي بالطبع محمد الشنوي اللي فجأة كده بتلاقيه وهو تحت الضغوط بيظهر بشكل جيد جدا وبيكون متقلق وبيكون أحد العوامل الرئيسية للنجاح مع النادي الآلي ومع المنتخب الوطني وبالأمس كان بصراحة هو الأحق بجائزة أفضل لعب فكرة أن أصل الفير بلي وقع مرة أو مرتين اللجلة الفناف في الاتحاد الإفريقي في اختيارها لأفضل لعب في المباراة هي عليها على ما تستفهم كتيرا أن في مباراة أخرى كان فيه لعبة متميزة ما ظهرتش وتم اختيار لعبين آخرين سواء في مطشط تونس أو المغرب أو الجزائر لكن بشكل عام ده اختيار اللجلة الفنية لكن بشهادة الجميع خبراء الكورة المحللين محمد الشنون بارح كان ما نقفزمتش في مباراة مصر وأغندا ما ننساش برضو أن عندنا اتنين لعبة مهمين جدا للأسف فقدهم النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي طبعا كريم مانيفيد وسعد سمير هم حاليا موجودين كانوا في ألمانيا وعادوا من ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية بيستعدوا للموسم الجديد ولسه بقى فيه فحصات طبية خلال المرحلة القادمة عشان نشوف حالتهم إزاي في الفترة الجاية هل ممكن يكونوا متاحين من أول لفترة الإعداد ولا هنستنى شوية بعد فترة الإعداد ومحتاجين شوية تدريبات تأهلية وفحوص طبية أكتر خلال الفترة القادمة لأن إصابة نتفت كان غضروف الرجبة وده بيحتاج وقت شوية عشان تبقى دقيق قوي في فترة تعودة نتفت للمباريات وللتدريبات خلال الفترة القادمة عمار حمدي بعد نهاية الأعارة في الاتحاد السكندري الحمد لله يمكن ظهر بشكل متميز جدا مع نادي الاتحاد ومن اللعبة المعارضة اللي ظهرت بشكل متميز في الدوري المصر السندي عادة لتدريبات فريق النادي الأهل وخلاص انسجم مع الفريق الأول في الفترة القادمة وجاز الفن فضل أن يكون عمار موجود مع الفريق في معسكر في أسبانيا يبدأ ينخارط بقى في تدريبات الفريق ويبدأ يستعد للمسم الجديدة هيكون على زمة الفريق الأول في المرحلة القادمة لسه ملف المعارضين خلال الفترة القادمة مين هيستمر مين هيكمل أعارته لم يتضح وده مش بيدي النادي الأهلي يعني ده للأسف قرار النادي الأهلي منتظره من الناس القائمين على إدارة القرى في مصر من اتحاد القرى مسابقة موليد 97 ايه وضعها قيمة الشباب الخمس لعبين تحت السن وضعهم ايه في الفريق الأول هل المعارين عدد المعارين هيتم تحديده بعدد معين ولا يكون مفتوح أيضا كمان القيمة هنستمر بـ 30 والـ 25 في تسريبات طلعا هيتم الاستفادة من لعب محلي خلال الفترة القادمة كل الأمور دي الجهاز الفن ما يعلمش عنها حاجة لغاية اللحظة دي فبالتالي قادر إن كان بيحاول يضم كل اللعيب لغاية لما يشوف المسم الجاي اللايحة هتقول ايه والاتحاد ها يستعد ازاي بالنسبة لكل اللعبين طيب اروح بسرعة لزميلي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي في تدريب من دلوقتي في محلي نتطمن منه آخر أخبار النادي الأهلي حالة الفريق هل اتضح مين اللا يلعبوا الأهلي في المباراة الودي ايوم اللاربة كل التفاصيل دي هنعرفها من زميلينا شريف شعبان شريف مساء الخير عليك أخبارك وطميني عليك شريف مساء الخير عليك زميلي محمد حياتي ديك وتحياتي كل مشهد دقات الأهلي في كل مكان بالساءة نهار بندي الأهلي يمكن أجرى تمرينتين تمرينها في الساعة صباحا وتمرينها في الساعة مساء نفسها يمكن منتهية منذ قريب يمكن ما فيش ثلاثة أربعة داية والتمرين نسا خلصان أبدألك بالتمرين الصباحي ولا عاوز تمرين مساء على طول التمرين مساء التمرين الصباحي خدنا الأخبار بتاعته والنشرة اللي خرجت منه لكن التمرين مسائي يعني كل اللعبة كانت في التمرين ولا في غيابات هل نقول لكن عاية اللطفة طبعا في التمرين الصباحي مكانش مشارك لكن شارك التمرين المسائي الحمد لله بكل قوة وزهر عمل تمرينة قويسة جدا بتطمئن جماهير النادي الأهلي على حراسة المرمى وتمثلها طبعا فعالي للطفي يمكن التمرين كان فيه محاضرة مثل أسارتي والكابتن سادر الحفيز مدير الكورة وباقي الجهاز مع اللعبين الملعب حواليها عشر داية وبعد التدول كان فيه إطالات ثم ثلاث تأسيمات ثلاث مجميع وعمل تأسيمات صغيرة كان مثل أسارتي وكابتن حامد يوسف وكابتن عمصان حارسين كل الحرس إنهم يصلحوا الأحطاء اللي بيقع فيها اللعبين أول بأول يمكن كان السيد العرض الزهور لي جزء من الثمرين وعمل تأسيمات بدنية على الجانب الآخر مؤمن تكرية ما زال في مرحلة التأهيل عمار أيضا النعاردة برضو كان بيجري تدريبات بدنية يمكن كريم نبكت النعاردة حضر للنادي وعمل عملات تأهيل في الجيم يمكن في آخر التأهيل كان فيه كدمة لأحمد علاء ما قدرش يتمل التأهيل ولكن تقالت الدكتور قالت الكدمة حفيفة وبكرة بإذن الله موجود في التأهيل وحبت أقول لك على برنامج النادي الأهلي في الفترة المقبلة بكرة هيكون في فترة واحدة بس تمرين في الفادسة فساء يوم الأربعة هيكون في ودية لسه اسم الفريد ما تقالش رئيني الأهلي بيفضل بين ثلاث سرق فلسه حيعمل النهاردة أو بكرة صمش بكثير على اسم الفريد اللي هتفقر على لعب المقرارة الوديية الأولى معايا يوم الأربعة يوم الخميش هيكون أجازة يوم الجمعة بإذن الله هيكون في تمرينة في التسعة صباحا ثم بعد تمرين واجبة الغزاء والاتجاه إلى مطار الفائرة للسفر لمدينة أسبانيا عشان معسكر الفريد اللي متبنى بإذن الله يكون معسكر وشخير على النادي الأهلي ويحصد كميع الألقاب من بعد هذا المعسكر بطمنك وبطمن جمهور الأهلي إن التمرين قوي جدا اللعيبة كلها بتحاول تبزل أقصى ما لديها من ناشئين اتبار الجميع مثلا سلسة ألف الجلسة الصبح والنهاردة مدير الكرة نفس الكلام بيقوله يا جماعة مباراة الودية والجهد في التمرينات والإخلاص في التمرينات والخياسات البدنية اللي يكون عليها عامل كبير جدا هيكون هي يعني المحاجد في اختيار التشكيل اللي أتفل للاعب النادي الأهلي في الفترة بقبلة طيب سعد سمير كريم ندفد هل ظهروا عندك في ملعب التتش ولا ما كانوش موجودين في الملعب ولسه التأهيل جوه في غرفة خلع الملابس كريم جم برح من ألمانيا والنهاردة جين نادي وكان في الجم وتأهل وخرج سعدك وتبكلمه من يومين سعد لسه في ألمانيا هيجي الأسبوع الجايد وسعد بإذن الله انت حوالي شعر تداويز الملعب طيب برضو نقطة تانية بنتكلم فيها شريف هل التدريبات وصلت لمرحلة من التأسيم الفنية والشغل التاكتيك ولا كل ده لسه في إطار مرحلة الإعداد البدن الأول مصر الحمد يمكن في مدارس كتيرة في التمرين في مدارس تعتمد خطرة الإعداد على التدريبات البدنية فقط هيجي تعتمد على القياسات وعلى التدريب البدنية أيضا ووجود كبير من القرى مثلا لسترتي بيمين لمدرسة دي القرى كتير مع تدريبات البدنية مع القياسات وركز على القياسات وحض على القياسات دي مليون خط الراجل جاي بأحدثة جهة العالم تشتغل بيها الراجل بدخل التكتب كتير فيه تبرينات فترة الإعداد مثل النهاردة عمل ثلاث مزموعات بيعملوا تبرينات سكتيكية الراجل بيصلح الأخطاء أول بأول لا الراجل بيميل المدرسة اللي بتدخل فترة الإعداد فبادئ أول تكتب بادئ قوي وقاين اللي هيلتزن واللي هيقدي واللي هينجح تقياسات هيكون يدور معايا الفترة المقبلة إذا كان ناشئ أو لأكبير فالكل بيجتهد الكل بيحاول يظهر قدراته للمدير الفني عشانها للثقة ويكون ليه دور في الفترة مقبلة في اختياره وفي التشكيل بس دخل في تدريبات الكورة خلاص وصل للمرحلة تدريبات الكورة يمكن هو يوم واحد أو يومين في الفترة دي كلها ما كانش فيها كورة بقيت الأيام كلها فيها تدريبات بدنية وكورة ما بقولك الراجل بيميل لمجرسة المجرسة اللي بتميل للكورة أكتر تعرف لعيب الكورة في العالم كله بشو مصر بيميل من تدريبات البدنية فقط تدريبات الكورة ممكن تكون تحملها عالية جدا ولكن مع المرحبة تعلقين في التمرينات فممكن ما يحسش به المجهود اللي ممكن يعمله غير بعد انتهاء التمريد راجل بيميل لمدرسة الكورة وفعلا بالفعل ممكن تدريبات الكورة كلها ما كانش فيها كورة لكن بقيت الأيام كلها وبما فيهو بالنهاردة كانت فيها كورة كثيرة تمام المجموعة الشباب والناشئين موجودين في التدريبات كلهم ظهرين بشكل جيد لأن الكابتن سال عبدالحفيز مدير الكورة يمبرحك اللي هي تصريح مهم جدا بخصوص مجموعة الشباب ظهرين بشكل متميز ومرت اللي صارتي مواجب جدا بوجود الشباب في التدريبات الفري الأول ويبقى لهم دور كمان في معسكر أسناني معايا محمد سمعني معاك يا شريف سمعني اه اه انا كاشا معك المجموعة الشباب ظهر بمستوى رائع جدا خلينا أقول لك أنه هيكون بعد قليل في برنامج مالك التابع يكون في لقاءات حصرية مع لعيب الشباب النادي الأهلي اللي طبعا نصعدين مع الفري الأول اه عددهم كبير اه لابتدى انظار بشدة كبيرة جدا يمكن ان العارضة مثلا هشام شعبان بيحرز هدف عالمي العربي بيعمل أسست عالمي لا اللعيبة تحس ان قطاع النادي الأهلي اه قطاع ناشئين مليان بالمواهب مليان بالحاجات اللي جميل بتحبها فهارة قوة سرعة فلا بطمناك الناس لسة كلها نظر وبدأ يفكر فيهم بجدية ان يبقى يعتمد عليهم فترة مقبلة وبإذن الله يعملوا الفارق مع النادي الأهلي فترة مقبلة بإذن الله زي منها شعبان مرسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزينا على كل هذه الأخبار والمعلومات اطلعتنا على تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بتدريبات فري النادي الأهلي والكل طبعا متشوق ان يشوف فري النادي الأهلي في مباراوة داية من الاربع رغم الانشغال بالبطولة الأفريقية لكن جمهور النادي الأهلي دايما كده على السوشيال ميديا تلاحظ ان في ظل انشغالي الجميع بالمنتخب والبطولة الأفريقية يقولك تسعين ديئة بس حتى ولو شو تتفرج على النادي الأهلي فان شاء الله يوم الاربع في مباراوة داية كلنا متشوقين يشوف النادي الأهلي بيستعد ازاي للموسم الجديد لكن وانا بختم الحديث على الاهلي وقبل ما اخش على البطولة الأفريقية واخبار كان 2019 في مصر في حاجة مهمة جدا قالها الدكتور طاق اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بخصوص الموسم الجديد بعد الاجتماع مع مرت اللاصرتي ويمكن الجمهور ممكن ما عندهش التفاصيل الصغيرة اللي ممكن احنا دورنا اللي احنا نوضحها للناس لما تكلم على ان المرحلة القادمة بتتكلم انك ممكن تجيب صفقة او اتنين لتدعيم الموسم الجديد الجمهور كان قالك ان احنا ممكن نجيب اكبر من كده بكتير او عم محتاجين لعيب اكتر من كده يا جماعة الفكرة ان النادي الاهلي حتى هذه اللحظة مع قيمة 30 لعيب عنده خمسة تحت السن في مجموعة من الشباب المتميزين موليد 97 7 تمن لاعبين اللي بتمرون مع الفريل الاول بالاضافة الى المعارين اللي موجودين في الخارج احمد حمدي احمد دياس الريان عمار حمدي حسين السيد اللي موجود في الدور السعودي فبتتكلم في قيمة ممكن تصل الى 40 لعب النادي الاهلي هيتعامل مع المسلم الجديد ازاي والصفقات ازاي وهو لغاية اللحظة دي ما عندوش ورقة رسمية من اتحاد القرى بتقوله انت المسلم الجاية عندك 30 ولا 25 عندك مسابقة مواريد 97 ولا ما عندكش مواريد 97 عندك المعارين هتحددهم بعدد ولا هتبقى مفتوحة عندك الاجانب هايقللهم ولا هايزدهم فبالتالي الجهاز الفني لما بيفكر في المرحلة القادمة بيفكر في الإطار المتاح في الفترة الحالية اول ما كل التفاصيل دي تعلن الاهلي اكيد واخد اكتر من اتجاه للمرحلة القادمة وبيسير في اكتر من اتجاه وعنده اكتر من خطة سواء زادت القيمة او قلت او نقصت سواء المعارين زادوا او قلوا او اتلاغت تمام سواء الاجانب زادوا او اتفتح لعب في شمال افريقيا كل الامور دي لما تتضح هيبقى الجهاز الفن عنده رؤية للمرحلة القادمة فالجمهور بس التفاصيل الصغيرة اللي بيبقى النادي الاهلي غير مسؤول عنها لازم الجمهور يعرف المشكلة جاية منين فبالتالي فكرة صفقة او اتنين او تلاتة مش شرط كل ما يعلم بيكون هو اللي هيبقى رسمي لكن فيه اطار مهم جدا انت عندك قايمة دلوقتي فيها اربعين او خمس او اربعين لعب بعدد الاجانب وعدد المعارين وعدد اللاعبين الشباب هتعامل ازاي مع صفقات ولسه اتحاد القرى لغاية اللحظة دي ما ليش الموسم الجاية يمشي ازاي لما نعرف اكيد النادي الاهلي عنده استراتيجية ويحدد المرحلة الجاية هتمشي ازاي بالنسبة للمعارين او الاجانب او حتى الليين او الشباب او مسابقة سبعة وتسعين اللي هتحل كل الازمة دي اذا استمرت للموسم القادم لانها لازم تستمر لان احنا عندنا اولمبيات توكيو 2020 والمنتخب الومبي من مصلحته ان مسابقة سبعة وتسعين تستمر اللجنة المنظمة لبطولة الامم كابتن محمد دا فاضل اتكلم فيها على ان عمل اللجنة منذ اليوم الاول كان لديهم رغبة شديدة جدا ان البطولة دي تنجح وتكون على غرار تنظيم روسيا لكأس العالم وان تكون البطولة القرية دي بطولة قرية بتنظمها مصر لكن بنكها عالمية ده ظهر في اطار شكل الملاعب شكل تنظيم الجمهور سيستم الالكتروني لموقع تسقارتي بخصوص الفان اي دي ده شيء مميز جدا وحتى لو هناك سلبيات بسيطة اكيد بتعالج الفترة القادمة لكن الاتحاد الافريقي اللجنة المنظمة كل سعيد جدا بالتنظيم حتى وسائل اعلام العربية او حتى الافريقية او العالمية بتتكلم عن تنظيم مصر البطولة بشكل مختلف لان البطولة دي السنة دي 24 منتخب فبالتالي الاطار كله مختلف فبالتالي التنظيم الحمد لله بيسير بشكل جيد ونتمنى ان الاستفادة من البطولة دي في المستوى التنظيم او حضور الجماهير يسري على الدور العام وكأس مصر خلال الفترة القادمة بالشكل المميز للملاعب اللي احنا شفناها والدخول الالكتروني ويمكن النادي الاقلي دايما ليه سبق في المسألة دي انه عنده بطاقة لجمهور وكل الجماهير مسجلة على سيستم الالكتروني لحضور مباريات النادي الاقلي وده تم تفعيده منذ اكتر من سنتين تلاتة كتن احمد ناجي كان ليه تصليح مهم النهاردة بيتكلم على المنتخب الوطني وقال ان بنتعرض لهجوم غير مبرر انظروا الى تونس هل يضربون لاعبيهم بالنار كتن ناجي يتكلم ودافع عن الهجوم الشرس اللي تعرض له الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خفير اجيري وقال كتن ناجي النهاردة نتعرض لهجوم غير مبرر انظروا الى نتائج المنتخب التونسي المنتخب تأهل من مجموعة لم تكن سهلة كما تخيلها البعض كل المنتخبات الافريقية مستوياتها تغيرت خلال الفترة الاخيرة وده شاهدناه بعد ما تصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية على حساب المنتخب النيجيري طبعا كابت الناجي بيربط ده بأداية المنتخب التونسي طبعا تونس في البطولة الافريقية مزهرة بشكل كويس وبالمناسبة على فكرة يمكن اعلى فرقتين في التصنيف الافريقي السنغال وتونس السنغال اول وتونس تاني السنغال لم تظهر بالشكل اللائق بمستواها وبالنجوم اللي فيها وتونس ايضا المصنف التاني في المنتخبات الافريقية على مستوى العالم حتى هذه اللحظة لم تظهر وفرصة تأهولها حتى هذه اللحظة غير مؤكدة في الظل ان تونس لم تحصد سوى نقطتين بالتعادل معمالي وانجولا في المجموعة الخمسة طيب احمد حسن كوكا كان تعرض بالامس لكدمة في مباراة غئة مباراة اوغندا دكتور المنتخب الوطني النهاردة اتكلم دكتور محمد ابو العيل اتكلم عن اصابة كوكا قال كدمة قوية في الكاحل لكن ان شاء الله بالكتير قوي يعني اسبوع لكن ان شاء الله بإذن الله فيه ساعي ان يكون جاهز وحاضر في مباراة الدور 16 ان شاء الله يوم السبت القادم انا النهاردة سمعت دكتور محمد ابو العيل لم يؤكد غيابه لكن انا سمعته النهاردة في تصريحات تليفزيونية قال فرصة وجوده امن عدمها لسه لم تتضح لكن قدر ان كان الجهاز الفني او الجهاز الطبي للمنتخب ايشتغل على ان كوكا يكون حاضر مباراة الدور 16 ان شاء الله يوم السبت القادم طيب احمد حجازي ممكن كلنا شفناها بعد المباراة الاولى بعد ما تعالد لكسر في الانف وشفنا نزيف في الانف بشكل قوي جدا يمكن ركب واقي للانف في مباراة السنية امام الكنغو لكن بالامس ما كانش مركب الواقي وقال ان الحمد لله حالتي بقت افضل والجهاز الطبي كمان سمح له ان يلعب بدون الواقي لان خلاص يعني حالته بيت افضل وحتى احمد حجازي كان يعتذر لدكتور محمد ابو العيلة بعد المشهد اللي حصل فيه المباراة الاولى لان دكتور محمد كان رفض ان حجازي يكمل نتيجة ان الكسر ده ممكن يكون قسر مضاعف وكان يفضل ان حجازي يخرج لكن حجازي يكمل المباراة واعتذر حتى لطبيب المنتخب لان طبيب المنتخب بالتأكيد للكلمة العليا في مسألة اصابة او استكمال اي لعب كنحية طبية لكن ان شاء الله الحمد لله حجازي ماشي بشكل كويس بالبطولة ولعب بشكل متميز وكان ظاهر الحمد لله بشكل متميز جدا وان شاء الله يكمل البطولة مع منتخبنا الوطني الاحجازي من الركاز الاساسية في منتخب مصر صحف العالم بقى وده مهم جدا بالنسبة لنا يعني لما بنتابع الصحف العالمية ايه اللي بتكتب عن البطولة به من حكتين رأيها في التنظيم وصورة مصر في تنظيم البطولة والمنتخب الوطني صحف العالم صلتت الضوء على فوز المنتخب على اوغندا بكلام فيما معناه فوز غير مقنع لكن سحر صلاح واداء صلاح كالليل غلبة في تأهل منتخب مصر لجازتة دي الاسبورت الايطالية يمكن دي اوسع الصحف والمواقع الايطالية اتكلمت على ان سحر صلاح مصر تفوز مرة اخرى ده كان عنوان الرئيسي ليجا لجازتة تولي سبورت منذ دوبرتيف والاسبانية قالت النفوز غير مقنع منح التأهل سكاي سبورت قالت ان الشناوي لعب دور محوري ودي الميل الانجليزية قالت ان صلاح لم يحظى بشعبيته المعتدة عنلاقي فيه تفاوت كده ما بين صحف واخر يعني الصحف الايطالية بتتكلم على سحر صلاح لكن الصحف الانجليزية فيه سنة لوم شوية او هجوم على محمد صلاح الفترة الاخيرة بشكل عام الصحف الاجنبية بتهتم جدا باداء المنتخب اللي بينظم البطولة ولما بيكون المنتخب ده فيه نجم او اتنين من صفو او من الكلاس اي في الكرة العالمية بيبقى التركيز اكتر عكس اي منتخب اخر حتى لهو اللي بينظم البطولة فوجود صلاح في منتخب مصر خلى كل الصحف العالمية بتركز على اداء المنتخب واداء صلاح في الفترة الاخيرة ديلي ميل البريطانية اتكلمت على ان لم يحظى صلاح بشعبياته المعتادة بين بعض الجماهير المصرية ربما لأول مرة بسبب موقفه من زميله عمر وردة ديلي ميل قالت ايضا ما قالت اليه نتيجة اللقاء من فوز لمصر بهدفين دون رد سجل صلاح بعد ان تغلب على دينيس اونيانجو حارس سمارما فريق اوغندا المحمدي كذلك سجل بعد استفادته من قرى عرضية سدد اياها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الاوغندي ممكن لان نراحل الصحف الانجليزية بتركز اكتر على صلاح وعلى المحمدي لان الاتنين بيلعبوا في الدور الانجليز سواء في البريمير ليج او شامبونشيب للدرجة الثانية لجازتة دولسبورت عنوانة على صدر موقعها سهر صلاح مصر تفوز مرة اخرى وقالت الجريدة الايطالية ان صلاح نجم لمصر على ناحه متزايد اصحاب الارض تمكنوا من تحقيق فوز كبير اخر خبر معايا مدرب انجولا بيتكلم عنه بيخشى الضغط الجماهيري قبل موجهة مالي نتائج انجولا في البطولة لاست على مايروم لابد ان تحرز انتصار على المنتخب المالي لكي تتأهل ان المجموعة دي معقدة مالي عندها اربع نقاط تونس نوتوتين انجولا نوتوتين ومالي وانجولا مباراة صعبة جدا لكن تونس يكفيها الانتصار واذا انتصرت وتعدلت مالي ممكن تونس تتصدر هذه المجموعة بشكل عام دي قد اخبارنا عن بطولة افريقيا بطولة الامم اللي بتنظمها مصر واخبار النادي الاهلي لكن بقى اطلالة اكتر عن كل هذه الاخبار وتفاصيل اكتر مع رجمنا الكابتن رمضان السيد لكن بعد الفاصل انتظرونا طيب اروح بسرعة زميلي شريف شعبان مراسل قناة النادي الاهلي في تدريب اهلا بكم من جديد والفقرة الحوارية الاولى من برنامج الاهلي الليلة واللي بيشاربنا فيها نجم كبير قدر الامكان ان نحاول ان نستفيد برأيه الفني في البطولة الافريقية في المنتخبات الافريقية بطولة فيها تفاصيل كتيرة جدا نتائج فيها مفاجأة وفيها مش مفاجأة منتخبات اظهرت كده الكارت الاحمر لكل الفرق بداية من بدري وواضح ان هي داخل على البطولة بكل قوة منتخب المغربي اذا ما ارطلكم من شوية فاز بالترات مباريات تسع نقاط وداخل بقوة في البطولة الافريقية وعيدا المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني هنشوف المرحلة القادمة ازاي هتبقى في البطولة الافريقية لكن في البداية بيشرفنا وبينورنا في هذه الفقرة صاحب بيت مش هقول ضيفي لان الكابتر رمضان السيد احد نجوم النادي الاهل وصاحب العلامات التدريبية في القرى المصرية سوى في الدرجة الاولى في الدور الممتاز أو حتى في الممتاز به كابتر رمضان منورنا ومشرفنا ربنا يخليك محمد صنطيح اهلا وسهلا بيت الله يخليك محمد بطولة الافريقية اولا رأيك في البطولة بشكل عام قبل ما نخلش على منتخبنا الوطني البطولة هل بطولة قوية زيادة المنتخبات الـ 24 منتخب افادت البطولة الافريقية ولا المستوى شايفه زي لا طبعا انا في رأيي ان الزيادة دي كانت مضرة جدا للمستوى الفني الحقيقة لانك انت لما كنت بتبدأ من دور الـ 16 اعتقد المنافسات كانت قوية جدا جدا المبارات كلها بتحب تشوفها المبارات بقى فيها متعة المبارات اللي فيها متعة وليلة جدا في الادوار التمهدية الحقيقة لان العدد صعب جدا انك تروح الـ 24 طيب من المنتخب بالنسبة لك في الفترة الحالية عام المفاجئة يعني انا فيه فرق الحقيقة زي ما انت قلت الوقت في المقدمة الحقيقة محمد يعني قدمت نفسها بشكل قوي جدا جدا بشكل محترم جدا جدا لما نقول جزائر تقول مغرب تقول مالي الفرق دي كاميرون فيه فرق قدمت نفسها بشكل قوي وبتقول ان احنا جايين مش جايين تمثيل مشرف لا احنا جايين نعم على البطولة اعتقد واداءهم يدل على كده احنا الجزائر الحقيقة يمكن في السنين اللي فاتت يا محمد كانوا العيبة المحترفة الحقيقة كان بييجوا بيقضوا واجب يتلاقيهم مثلا اللعبوا مباراتين تلاتة في التمهيد كده ويدوك مباراة تأديت واجب بس ويمشوا لا معهم الحقيقة جمال المدير الفني بتاعهم الحقيقة يعني لأول مرة من فترة كبيرة جدا احس ان تيمي الجزائر بيلعب روح عالية جدا بيلعب بقلب بيلعب بشراصة في النواحة اللجومية وفي النواحة الدفاعية تحس ان فيرء الكورة من أول ما الحكم بيصفر لغاية ما الحكم بينهي المباراة هم متواجدين جوه الملعب منتها الشراسة ومنتها التركيز وفيه كورة بقى كمان يعني انا كمان مش دي العملية مش روح وقلب وبس لا وفيه كورة فيه جماعية فيه النواحة اللجومية فيه جماعية فيه النواحة الدفاعية ازاي بيضغطوا المغرب نفس الحكاية تيمتقيل اوي 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 الحقيقة وبرضو نفس الحكاية يعني حتة الاداء بتاعهم الجماعي واذا كان فيه النواحة الدفاعية او فيه النواحة اللجومية واضح جدا جدا واضح لكل الناس اللي امتابعين البطولة الحقيقة إن فيه فرق زي ما قلت لك قدمت نفسها بشكل قوي جداً وبتقول إن إحنا جايين نلعب على البطولة وفيه فرق طبعاً يعني بعيدة الحقيقة من ضمنهم للأسف الشديد منطقة بمصر رغم إن إحنا عاملين العلامة الكاملة ويمكن أنا يعني الحقيقة بختلف مع ناس كتير جداً إن مش معنى إن أنا عامل العلامة الكاملة إن أنا بقدي بشكل كواسي إحنا يعني أنا في رأيي إن دي من أقل البطولات الأفريقية إن إحنا بنقدي فيها منتخب مصر بيقدي مستوى طبعاً لا مستوى بعيد خالص خالص يعني إنت الحقيقة من الاختيارات يا محمد يعني يمكن أنا في أحد البرامج قلت قلت أنا كمدير فني محبش أتكلم أقول مثلاً إن مجلس إدارة يتدخل في شغلي ده أنا قلت لا الإختيارات يا جماعة مستر أجيري والجهاز المعاون اختروها الحقيقة لا قايمة كتصعبة جداً 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 وقلنا كده قبل المبارات ما تتلعب ما تشوفي قوي كتواضحة قوي واضحة يعني مش مثلاً بنقول مثلاً بعد ما شوفنا لا ده إحنا قلنا كده قبل المبارات ما تتلعب درجة إن أنا قلت إيه قلت أنا بطالي بالتحاد الكورة إن يتدخل في الإختيارات دي ينقزنا ينقز منتخب مصر واسم منتخب مصر الحقيقة لأن أنت النهاردة بعد ما كمان الاختيارات بقى ومنتخب لعب ثلاث مباريات أنت ما عندكش دكة بره تخيل أنت ما عندكش تغييرات بره تعملها أي اختيارات دي عندك مثلاً ناس بتلعب جوة الحداشر مفروض ما تجيش مش تخش الحداشر يعني مع احترامي في لعيبة جوة الحداشر مفروض ما يلعبوش ما يجوش منتخب فلا يعني إحنا أنا بقول رغم إن إحنا آه تسعب أنتو لكن ده أنت وكلين شيت آه وكلين شيت وكل حاجة لكن الأمور صعبة صعبة جداً جداً في الأدوار اللي جاية إنت ممكن مثلاً دور الستاشر لأنك إنت هتلعب ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة مش عايزة تتطح لغاية دلوقتي آه لغاية دلوقتي مش وطح يعني مش منتخب جوة أربعة نقطة كان النهاردة بس لو جنوب أفريقيا كان عمل تعادل مع المغرب كان هو ده اللي كان اللعب لأن كينيا صعبة تعمل نتيجة جابية مع السنغال طبعاً طبعاً لأن السنغال ما عندهاش بدايل السنغال لو ما كذبتش هتبقى خطورة آه فمش معروف إحنا هلعب مين لكن أنا بتكلم حتى أنت لو عديت حتى دور الستاشر الحقيقة بطورة تبدأ من دور التمانية بالزبط كده هتلاقي بقى دور التمانية ما فيهاش ظهار دور التمانية الفريق اللي هو تعدي صح الفريق اللي عمل تكوين صح للمنتخب بتاعه الفريق اللي بيقدي كرة جماعية في النواحة الدفاعية والنواحة اللجومية هو ده الفريق اللي هتكمل احنا ممكن تكون الكرة خدمتنا الحقيقة أنا في رأيه كرة خدمتنا في التلات مباريات طيب قبل ما نخش بتفاصيل المباريات اللي جاية لو بتقايم التلات مباريات ايه الشيء الإيجابي اللي ممكن يكون ظهر في المنتخب وكابتن رمضان شافه وحط خط جده داحت سطر الكرات السنوائية هل الهجمة المرتدة هل الكرات العرضية مركزات يعني كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يا محمد مش موجودة يعني انت فيه مثلا لما تتكلم على إيجابيات انا بتكلم إيجابيات ترزيجيه ولما بيربط مع محمد صلاح والربط اللي بيربطه ترزيجيه مع محمد صلاح ربط بينهم هما الاتنين مش ربط متع مدير فني مش انا بشتغل مثلا من الأجناب بشغل جماعي مش بشتغل مثلا من العمق باخترك من العمق زي بربط في العمق لا ده انت لعبتك بعيدة خالص ده انت مفروض مثلا عبدالله السعيد اللي هو المفروض بتحكم في رتم اللعب عبدالله السعيد بتحرك في 30 يارضة يعني يدوبك 20 يارضة قبل المدافعين و20 يارضة قبل المهاجمين أو 10 ديات 5 شهر يارضة قبل المهاجمين المساحة دي ما بيقدرش انه هو يوصل لك الحاجات اللي هو كان بيعرف يشتغل بيها الحاجات البينية الحاجات اللي بيشتغل على صلاح الحاجات اللي بيعمل فيها مساندات هجومية عبدالله السعيد مش موجود في المنطقة دي خالص قد يلو يا كابتر رمضان ما هو انت كمان ما هي المشكلة في ايه عشان كده انا قلت لك يا محمد في بداية كلامي ان الاختائرات كلها يعني انا اقول لك حاجة يعني انت النهاردة لو انت عندك في الدكة بتاعتك مش هقولك في جوة الحداشة هو الطبيعي انك ممكن يبقى جوة الحداشة لو عندك رمضان صبحي وكهرباء وقاعدين معاك وبتلعبهم نصف ساعة هيصنعوا الفارق هيعرفوا يصنعوا الفارق في نصف ساعة الاتنين عندهم مهارة عالية جدا جدا الاتنين عندهم سرعات واقوية في الالتحامات واقوية في الالتحامات واقوية في ارتداد لا يعني عشان كده يعني انت بتتكلم مثلا على عبدالله السعيد الهدية انت التلات مرات فيه تفوق عليك في الاداء اذا كان دفاعيا او هجوميا احنا ترزيجيوي بيوفق في امبارات بخاطف حاجة او صانع جول محمد صلاح طبعا يعني في وسط ما احنا امبارات مبارح و احنا مضغوطين و احنا يعني مش عارفين نتنفس حتى اول اتاك باول هجمة باول تزديدة اه اه يعني الكرة سابتة هو خلاصها لك يعني لكن غير كده قولي كده احنا الشكل اللي هو فيه ربط في التلتي الهجومي ما بين مثلا رأس الحرب مراوان ولا كوك بين عبدالله السعيد مسلا ولا عبدالله السعيد مع صلاح او عبدالله السعيد مع ترزيجي الوحي الاتنين بس الوحيين اللي ربطين مع بعض و ربطين مع بعض بشكل كويس قوي على فترات كمان اه ترزيجي و محمد صلاح بالضبط لكن غير كده لا هل طريقة اللي هي بتظلم مراوان محسن؟ لاننا الناس كلها بتهاجم رأس الحربة ام لو بصيت على المبارات كاملة يا كابتن رمضان مفيش كرة اصلا بتوصل لرأس الحربة هي مفيش كرة بتوصل و مفيش زيادة عددية بتتعامل من نصر الملعب الطبيعي ان انت بتهاجم بمحمد صلاح و بتهاجم بترزيجي و بتهاجم برأس الحرب اذا كان مراوان و بتهاجم بعبدالله السعيد عبدالله السعيد لازم يخش التمنتاشر و لازم يصنع هدافه لا بكله على الاطراف على فكرة بالضبط فبالتالي احنا مفيش كرات يعني انت بتكلم مسلا على الكرات العرضية اللي فيها ممكن يكون مراوان مميز فيها مفيش حاجات حربية بتتلعب حتى الكرات العرضية بتتلعب بشكل زيادة عالارض او بعيدة فكمان الاتنين الدفندر اللي موجودين ازا كان النيني او طريق حامد المفروض ان طريق حامد سابت و النيني بيعمل مساندة هجومية لا ده ما بيحصلش فبالتالي انت على طول انت عندك نقص عددي في التلتي الهجومة يعني يدوك بتروح مثلا ترزيجي و صلاح درزيجي مثلا و مراوان محمد صلاح و مراوان لكن غير كده المرات اللي انت عملت فيها كسافة و اللي انت عملت فيها زيادة عددية المجرى اللي فيها تتقول اللي هو بتاع ايمن اشرف لها ما عملها بالعرض تخيل مين اللي قابلها كان فيه المحمدي يعني انت كمان بتهاجم بالبكين في كرة زي كده عشان عملت زيادة عددية و عشان عملت كسافة عملت هدف لكن انت غير كده لا ما بتروحش بكسافة خالص ما فيش مسندات هجومية خالص ما فيش مسندات دفاعية حتى يعني انت بتتكلم حتى على المسندة الدفاعية لانا اقول لك حاجة على مثلا صلاح مع المحمدي او ترزيجي مع يمكن ترزيجي الحقيقة انا في رأيي بيبزي المجهود كبير جدا 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 لكن حتى في مبارات مبارح الحقيقة المجهود اللي بزالهم ترزيجيه في المباراتين الحقيقة مجهود جبار مبارح ما كانش كان مجهد اكيد اه طبعا كان مجهد مبارح مش هو ده وانا قدت متوقع ان ادي فرص لعيبة تانية بالزبط طبعا بس لما حزارش يعني انت النهاردة مثلا هقولك حاجة انت هتبدأ بعمر جابر ما هو انت لا نزل في الديه تسعينة جابتر طب انت طب منزله ليه طب منزله عشان تحافظ على النتيجة ما انت المفروض المبارات الثالثة دي وانت ضمنت خلاص ان انت وصلت كمبارات الثالثة دي تدي كل العناصر احمد علي كان لازم ياخد يبدأ بالزبط يعني انت احمد علي يا جماعة اه 18 هدف في البطولة في بطولة الدوري تكرت ان رمضان النهاردة الجزائر ممكن مبارا بعد قليل ان شاء الله الجزائر ضمنت التأهل زي انا 6 نقاط مغيارة 8 في التشكيلة الاساسية ما هو ده المغرب ما ضمنتش التأهل يعني المغرب النهاردة لو كانت خسرت من جنوب افريقيا كانت تتساوى مع قد فورو وهي اه ضمن التأهل بس لكانت فكرة الترتيب ما كانش واضحة غيرت اه 3 مراكز في المباراة ما انا بقول لك انت المباراة الثالثة وانت عامل 6 بونت كانت طبيعي طبيعي وي حد حتى كان متوقع كده ان انت مثلا تدفع ب5-6 لعيبة وجداد ممكن يطلع لك لعيب يكمل معاك الادور الثاني 16 و8 و4 بقى ممكن اتنين لعيبة يكملوا يقولولك ايه لا ده احنا نقدر نخش جوه ال11 في المواجهات اللي جاية طب مشاركة باهر ودونجا لا للاسف الشديد بص انا بختلف برضك مع ناس كتير باهر بقرايت باهر مش مساك انت مركزه والاحساس بالمنطقة اللي هو بيشتغل فيها ده مش موجود بشكل بشكل مزبوط مع باهر الحقيقة يعني مبارع حتى فيه اخطاء مش بتاعة مساك خالص انت ده فيه اخطاء حاجة يعني لا يعني اطلع الكرة طلحها بالشكل ده هو حتى انا بقولك الاحساس بالمكان التمركز بتاعه في المكان ده تعامله مع الكرات العرضية ده في المباراود دية باهر الكرة طلعبت بالعرض باهر طر وحطها المتشناوي بالضبط فهو هزمن عنه انا فبعزوره الحقيقة انا بحسط كمان ان دي صابر كان مركز قوي عليه ان دربه في الاسماعيلي بالضبط فعارف امكانياته ومركزه فيه بالضبط هو عارف برضك امكانيات ده في المركز ده لا اقلب كتير جدا ما هيكون في مركز البكراية الحقيقة دونجا يعني يمكن هو في الدوري المحلي كان ظاهر بشكل كويس لكن برضو يمكن دي بتثبت لنا برضو ان برضو اللعيب الدولي دي مواصفات لسه الخبرات الخبرات بتاعت لعيب دولي عاوز بقى ياخد ماتشوات كتيرة جدا جدا عشان يبتدي ياخد خبرات اللعب الدولي طيب امبالحة كابتن هاني رمزي كان ليه تصريحات ولم يتبرق من السلبيات وقال ان عندنا مشاكل وبنحول قدر ان كان بنعمل بشكل قوي لتصحيح الاخطاء خلال المباراة القادمة هل شايف اعترافه بدا اداء منتخبنا الوطني ممكن يقول حل للفترة الجاية او هو اعترافه بالسلبيات ان الجهاز الفاني شايف المشاكل فين فممكن يحلها في الخمس تيام ابي دولي 16 هو هاني رمزي تصرحاته كلها من المباراتين الوديتين اللي لعبوهم نفس اللي هو التصريح لان احنا دي ما هو خلي بالك مش بيجيب حاجة من برا فعلا احنا عندنا اخطاء كبيرة جدا جدا مص الملعب كاشف لكن اه طبعا انت حتى انت عدت مبارات الكرة انت ما بتسمعهاش في الراديو انت بتشوفها او توقف موجود في الملعب فالعينين دي مش هتجزب يعني فانت النهاردة في الخمس مباراة مباراتين الوديتين والتلات مبارات الرسمية الحقيقة احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا وما فيش علاج لها بالعكس انا بقولك مبارات اوغندا اكتر مبارات تعرضنا فيها لهجمات 38 محاولة في النواحي الوجومية على منتخب مصر في السادة الكاهرة 38 محاولة من اوغندا ده كتير اوي اوي وكان اعلى نسبة تصديات لحارس في المجموعة كان حارس منتخب مصر يعني يعني تيجي ازاي انا بقولك لا الناس دول يعني بصراحة ربنا يستورها في الفترة اللي جاية لكن هم عندهم فرصة على فكرة في الخمس تيام اللي جايين دول ايوة يعني يشتغلوا فيها ازاي بقى كتير اه يعني يعني يفرجوا العجب بتاعتهم على الفرق المنافسة الراجل يشترح لهم سلبيات وإيجابيات يشتغلوا ازاي هجوميا في الملعب ازاي يربطوا في الملعب ازاي يعملوا كسافة ازاي يعملوا ازاي ده عددية في الملعب ازاي يدفعوا كمجموعة يعني ازاي يدفعوا كمجموعة مجموعات ضغط من ناحية المين او مجموعات ضغط من ناحية الشمال او مجموعات ضغط في العمق ازاي تمركز سردباكين ازاي المساندة بتاعت النيني وطارق حامد مع الاتنين السردباكين الحقيقة لان انت النهاردة اي حد بيعمل بيعمل وان تو او يختارك مثلا عشر يارضات بالكورة بتليه رأي على حجازي وراي على محمود علاء بلعب فيه لعيب بلعب من تحت انه طارق على الاتنين المساكين عندنا بالزبط ما حدش بينزل معاه ما حدش بينزل معاه وزاي مقلت لك ان انت عندك نص ملعب فاضي لانك انت الشكل الدفاعي كمجموعة مش موجود انت اللي بيدافع بيدافع عندك فردي وفردي دي خلاص ده انت بمنتهى سهولة اي حد يختاركك زي ما حصل امبارح في مبارات اوغاندا الحقيقة احنا اختاركونا بشكل يعني انت لو تحسب الفرص اللي جات لهم لا ده فرص يعني اكيدة كممكن لو هم موفقين احنا كنا ممكن قبل ما نجيب الجول داخل فينا جولين ثلاثة طب تقلقوا الشناوي شايفوا ازاي كبتل رمضان مع المنتخم تقلقوا الشناوي الحقيقة من ايجابيات او ايجابية كبيرة جدا 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 في اداء منتخب مصر الحقيقة عامل المبارات بمستوى عالي جدا في ثبات عنده الحقيقة مبارات اوغاندا الحقيقة راجل مباراة يعني لو مش الشناوي احنا نطلع مغلوبين ثلاثة اربعة تجوال وثلاثة اربعة تجوال بمنتهى السهولة فلأ الشناوي بيقدي بطولة لغاية دلوقتي بمستوى عالي جدا 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 يمكن عكس حتى ما الناس كان متوقع يعني الناس كان متوقع ان الشناوي كان باعد شوية ومش عارف لا ده عامل البطولة الحقيقة مستوى رائع وفي سبات في المستوى اللاعب الوحيد اللي عمل سبات في المستوى هو بترزيجين الشناوي من الحراس اللي ممكن نفسيا لو تعملت معها كويس تاخد منه انتاج كويس اكيد ان عنده خبرات بالضبط يعني الخبرة موجودة الضغط الجماهيري موجود ده حارس مرمى النادي الاهلي لكن المعاملة النفسية او الاتبوسفيري اللي عايش حواليه لو كان كويس هتلاقي محمد الشناوي بمستوى كويس هو يعني لما نيجي نتكلم على اداء الشناوي في الثلاث مباريات يبقى لازم نتكلم على احمد ناجي بالضبط احمد ناجي بيعرف يتعامل الحقيقة مع الشناوي فاهم شغله وفاهم هو بتعامل معه ازاي وفاهم انه هو يودي الاعلى فرمة ازاي في فترات قليلة كمان مش فترات كبيرة فلا يعني لازم كمان واحنا بنشير بالشناوي محمد الشناوي يبقى لازم نشير باحمد ناجي كابتن اهاب جلال مدارب حراس المرمى فبقول له من اقرب لحراسة مرمى المنتخف في بطولة افريقيا محمد الشناوي احمد الشناوي محمود جنش محمد عواد قبل ما كان لسه ما كانش لسه الاختيرات تمت محمد عواد فالكابتن اهاب جلال قال لي اللعيب اللي تقدر تتعامل معه نفسيا ويكون عنده اتزان نفسي في البطولة هو اللي يلعب دي النقطة اللي كابتن احمد ناجي هيركز عليه انا من خلال معرفتي بالحراس وتحديدا محمد الشناوي انا توقعت في كلامي كابتن اهاب جلال وماردش يجزل ممكن يكون مين هو قال ممكن ما بين محمد و احمد لكن الجزئان النفسية والتعامل النفس هو لا يفرق انا حصيت بتعامل الكابتن اهاب جلال وكلامه وقربه طبعا من كابتن ناجي وهو مدارب حراس كبير ان الاتجاه يكون محمد الشناوي هو الشناوي زي ما قلتلك ان احمد ناجي بيعرف يتعامل معه ازاي وبيعرف يوصله الاعلى فرما ازاي وفي وقت قريب جدا الحاجة التانية هو السبات الانفعال بتاع محمد الشناوي حاجة كبيرة جدا وليخافش من ضغط الجمهور لا بيخاف من ضغط الجمهور ولا بيخاف من قوة المنافس بالضبط ودي طبعا حاجة يمكن احنا في حراس الحقيقة ممكن تكون حراس موهوبة وحراس يمكن على مستوى علي جدا لكن عندهم بيفكودوا دي يعني حياة السبات الانفعالة مش موجودة بشكل قوي ده من اول تزديد لو شاف الملعب بالضبط او مسلا تعامله مسلا مع الجمهور او تعامله مع المنافس القوي اعتقد فيه حراس بيقله بيقله بشكل كبير جدا محمد الشناوي الحقيقة عامل الثلاث مبارات هو نجم المنتخب الحقيقة مع ترزيجية ومع محمد صلاح عدم اختياره ما نفزمتش انا بصراحة مستغرب جدا من اختيارات اللاجلة في النافع الاتحاد الافريقي المسؤول عن البطولة لاني كمان ده حصل في مبارات مصر وزنبابوي شوفنا ترزيجية كان هو المتعلق وتم اختيار محمود علاء كان يستاهل اه بالزبط شوفنا المباراة بالامس تم اختيار احمد المحمدي وكان محمد الشناوي هنجم المباراة حتى في مباراة اخرى يا كابتن رمضان يعني مباراة المغرب ونميبيا اختاروا فيها مباراة بصوفة وكان نجم المباراة نور الدين المرابط بالزبط نفس القصة مباراة المغرب وكوتجفوار نفس القصة مباراة تونس وانجولا تونس وانجولا اختاروا فيها وعب الخزري واللي كان متعلق في هذه المباراة كان يوسف المساكني بص انا هقولك حاجة ايه المعيار يعني يمكن من اول مباراة الحقيقة انا في رأيي ان الاختيارات بعيدة خالص عن اللي احنا بنشوفه يعني اي حد في مباراة اغندا ما يختارش محمد الشناوي راجل المباراة راجل المباراة يعني ايه يعني ليه دور ايجابي او مؤثر في نتيجة المباراة بالزبط محمد الشناوي مباراة انا بقولك لو لو هو مش موفق محمد الشناوي شوط الاول شكور اه احنا نطلع نطلع تلات تجوال اربعة تجوال اخذ بالك فكان ليه دور مؤثر جدا جدا في اداء منتخب مصر او في نتيجة المباراة يبقى كان لازم يحصل على راجل مباراة انا معرفش بصراح لان اغلب الاختيارات الحقيقة انا قلت بطشط تانية اه طبعا اغلب الاختيارات في كل المباراة الحقيقة بعيدة خالص عن اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنطبعه طيب من المنتخب اللي يكون افضل لمواجهته في دور الستاشر هو طبعا لسه البطولة وفيه منتخبات اقوى بعد كده لكن بالمرحلة اللي احنا ماشيين فيها خطوة خطوة كينيا ولا جنوب افريقيا لان كينيا لو خسرت النهاردة من السنغالة تبقى 3 نقاط جنوب افريقيا خسرت في 3 نقاط مجموعة الخمسة تونس نوتين انجولا نوتين مالي 4 يعني احنا ياريت ياريت ما نروحش للمجموعة الخمسة الحقيقة مجموعة تونس وانجولا ومالي اه لان فرق قوية جدا وفرق هتتعبنا لكن احنا لو كينيا مثلا جات لنا اعتقد ان احنا بقى في المتناول كينيا وان احنا نكمل نروح لدور الـ 8 بس النتائج مجموعة الخمسة كابتن رمضان لو حصلت وتونس كيزبيت وانجولا ومالي اتعادله ممكن انجولا تكون اقرب لمواجهة مصر بالنتائج ما انا بقولك انا بقولك ان انا بتمنى ان احنا ما نروحش للمجموعة الخمسة نروح للتالت بتاع المجموعة كينيا او منوب افريقيا كينيا او جنوب افريقيا اه وغالبا ممكن تبقى كينيا اقرب يعني بس يعني الفكرة في ايه كينيا هو طبعا الاختيارات بتبقى انت لو انت متصدر لمجموعتك بتواجه تالت المجموعة التالتة لو مش التالتة يبقى الرابعة لو مش الرابعة تبقى الخمسة فبيبدأ الاول بالتالتة كينيا النهاردة قدام السنغال المباربة دقيت كينيا لها تلات اهداف وعليها اربع اهداف اذا خسرت من السنغال هيكون معدل التهتيف عندها بالمينس فهتبقى فرصتها اصعب جنوب افريقيا نفس الفكرة جنوب افريقيا عندها تلات نقط بعد عزيمة المغرب بالضبط ما احرزتش غير هدف ودخل مرماها هدفين فبرضو بالمينس المنتخب الوحيد لنتيجه ممكن تبقى في صلحه اذا تعادل مع مالي هو انجولا لان انجولا في مبارياته انجولا اول مباراة مع تونس اتعادل تاني مباراة مع موريتانيا اتعادل تالت مباراة مع مالي لو تعادل مش هيكون عنده مينس فبالتالي هو يكون هو القارب لمواجهة مصر هو طبعا انا بقولك انا شرحتك كده للناس عشان تبقى عارفة ترتيبة هينش ازاي ممكن تبقى انجولا وانا بقولك انا بتمنى ان احنا نلعب كينيا او جنوب افريقيا اعتقد ان احنا ممكن نتخطى دور الستاشر ان شاء الله لكن احنا لغاية دلوقتي متحسامش احنا هنلعب مين لسه لغاية مش هتحدث بكرة اه هتحدث بكرة طبعا فلكن احنا بنتمنى طبعا زي ما قلتلك في وسط محمد السلبية اللي الواحد عمال يقولها دي كلها احنا طبعا كلنا بنتمنى من ربنا ان احنا في المباريات اللي جاية نشوف اداء افضل من التلات المباريات اللي تلعبوا ونشوف لعبتنا ازاي بفكروا في البطولة ازاي بفكروا ان هم يحملوا بطولة افريقيا الكاس ده مهم جدا جدا لان احنا التلات مباريات احنا حتة حتى اقول لك بنفتقد حتة الروح بنفتقد حتة الشراسة اللي في تيم كورة بيلعب في ملعبه وفي استاد القاهرة وفي وسط جمهوره وفي وسط بلده بنفتقد دي احنا يمكن 2006 و2008 أو 2010 احنا ما كانش عندنا محترفين برا خارج مصد ورغم ذلك احنا كنا افضل الفرق اللي موجودة في كل المنتخبات احنا كان بيجينا كودفوار او كاميرون او غانا عندهم مجموعة من المحترفين يعني في اوروبا الضف اول في اوروبا ورغم ذلك احنا عملنا عليهم تفوق تفوق بايه بالجماعية اللي كان موجودة عندنا دفاعيا وهجوميا بالروح العالية جدا 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 بالاسرار اللي عيبتنا كان بتلعب بيه يعني بالشكل اللي هو زيان بيقولك كده كل واحد نازل بيقولك انها موت نفس اش هنكسب لكن انا في التلاث مبارات انا مشوفتش ديه يعني انا بتمنى من ربنا كمان حتى برا التقييم الفني ازا كان دفاعيا او هجوميا حتى الحتة دي تزيد يعني حتى ان اللعبة تبقى نازلة عندها اسرار وعندها شراسة ان انا بضغط عشان اكسب تزيد لان احنا بنقرب من البطولة وبنلعب البطولة في ملعبنا الاختيارات اللي اخترها خافير اجيري قبل البطولة زنقت الاختيارات حتى في التشكيلة والتبديلات اثناء البطولة طبعا مي من هدكة ممكن يكون هو عامل الحاسم اوليد دور في المباراة القادمة يا كابتر رمضان يعني انا بص ان اقول لك حاجة والدكة فيها انا اسف المقاطع الدكة فيها 11 لعب طب انا السبعة بس اقول لك حاجة محمد انا اللعبة اللي انا قلت عليها دي رمضان صبحي قهربة مش عارف عبدالله الصلح جمعة الصلح جمعة الصلح يعني في وسط التاتربعة اللي انت اخترتوهم في نص الملعب الصلح حاجة عامل موسم السنة دي كمان يعني مش بكلمك الصلح مسلا من سنتين بكلمك الموسم ده الصلح في تطوير بالضبط في اداءه الصلح الموسم ده ابتدى يعمل المساندة الهجومية ابتدى يخش الثمانتاشر ابتدى يسدد ابتدى يلعب بدناغه في الثمانتاشر هو اساسا عنده انه واحد دفعية قوة جدا في التحامات وقوة جدا في استخلاصه العبادة دي بلازم انت موجودة انت يعني بتيجي تتكلم مسلا في حاليا دلوقتي انت لما بتيجي تعمل تلات تغييرات الاداء بينزل يعني الاداء بتاع مسلا التلت ساعة او النص ساعة اللي انت بتعمل فيها التغييرات الاداء بينزل عن بداية المباراة تخيل ده ده يعني ايه ده انت مفروض اللي بينزل بيعمل اضافة قوية جدا لفرقتك وبيعمل نقلة في اداء فرقتك اذا كان دفاعيا او هجوميا طب بمناسبة التغييرات اه اللي فهمته حضرتك او وصلت له او الفلسفة اللي يعني الخافير اجري عايز اقولها لما استبتل انني بنزل طريق حامد يعني يعني انا بقولك لا ده مش انني بتطريق حامد بس ده كتير يا محمد الحقيقة ده تغييرة غريبة جدا دي يعني واستفدت ايه كمان لكن انا باتكلم كمان انت بتيجي مسلا اول الاول مباراة عملت اه واليد سليمان بمراهول محسن وروح تمدخل محمد صلاح كموهاجي وفيه اتنين فراوضة برا كان فيه اتنين فراوضة برا دي حاجة الحاجة التانية ان انت حتى لو انت بتتابع الشوت الاولاني اللي اتنين الجابه اليمين اللي كان فيها المحمدي ومحمد صلاح ربطين مع بعض طوال الشوت الاولاني بشكل قوي جدا جدا ووصلوا واختركوا يعني الاتنين الواحدين اللي كانوا ربطين مع بعض انت لما جيت عملت تغيير روح تفاكك الجابهة دي روح ت موادي محمد صلاح راس حربة والجابهة دي خلاص التجانس اللي كان موجود بين محمد صلاح والتفاهم اللي كان موجود والربط اللي كان موجود بين محمد صلاح والمحمدي انت فاكته فكل التغييرات اللي حقيقة الرجل بيشتغلها انا مش مفهومة وما بتضيفش حاجة خالص يعني انا هقولك حاجة رغم ان انا بحب وليد سليمان يعني كلعيب كورة حاجة نموزجي لعيب تحب تتفرج عليه اه طبعا لكن انا في الوقت يا محمد اللي كان وليد سليمان افضل لعيب كورة في مصر في مصر وكان مؤثر جدا في اداء النادي الاهلي وهو يعني هو الورقة الوحيدة اللي كان بيكسب النادي الاهلي بالضبط النادي الاهلي كان بيعتمد عليه اعتماد كلي وكان واضح لكل الناس كل المتابعين للكورة كل الاندية كانت تكلم يقولك وليس سليمان وليس سليمان ما خدتوش انت خدته بعد ما تصاب وبيعد عن فرمته وبعدين جاي بتضمه وفي نفس الوقت انت بتحطه كمان في تغييرات وليس سليمان برا الفرمال اللي كان موجود عليها بس اقول برضو مش دفاعنا عن الجهاز الفني المنتخب بس احقاقها للحق يعني واته قال انا عندي استراتيجية اني بخفض الاعمار السنية للمرحلة القادمة قبل تصفيات كاس العالم لقطر 2022 لما بقت البطولة على ارضي لازم اعتمد على اللعبة الخبرات عشان كده ده حتى ظهر لما لقيته ضم عبدالله سعيد لان عبدالله سعيد ما كانش من اختياراته وليد سليمان ما كانش من اختياراته احمد علي ما كانش من اختياراته انا 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 مش بكلم اناقول لك وجهة نظر الجهاز الفني انا اقول لك حاجة محمال انا مش بكلم مسأنا متوفق معك في موضوع وليد اه يعني انا مش بكلم على استراتيجات بتاعته هو فعلا التعاقد بتاعه كان بيعدي فرقة اللعشرين اتنين وعشرين ماشي وده كان هو نزل العمر وكان ماشي بشكل كواسي لكن أنا النهاردة البطولة بتتلاقيك في ملعبي مش معنى بقى أن أنا مفروض أجيب الخبرات أن أنا أجيب حد مش فرمة أن أجيب حد بعد عن فرموته أنا أشوف أنا بقول لك إيه أنا بقول لك وليس سليمان أفضل فترة كان أفضل لعيب كرة موجود في مصر بالزبط يعني صح آه كان عنصر مؤثر جدا في كل النتائج الإيجابية اللي عملها النادي الأهلي أو ساعد بيها النادي الأهلي اللي نعمل بيها نتائج إيجابية لكن في نفس الوقت أنا بقول لك أول أنت اللي ببتجي عشان تدور بره على الدكة أنا في رأيي أن الوحيدي اللي ممكن يعمل لك تغيير آآ أحمد علي لأن أحمد علي عنده القوة وعنده السرعة وبيعرف يتمركز في الثمنتاشر بس المهاجمين مظلومين في البطولة تلك يا كابتر رمضان يعني الفرص اللي بيجي لهم ضعيفة جدا يعني أحمد السرعة مش عنده أحمد بحتاج الكرة تخشه في الثمنتاشر أحمد برضك عنده بيعرف يخش الثمنتاشر بشكل كويس بيعرف يتمركز في الثمنتاشر بشكل كويس أحمد علي يا محمد طمتاشر هدف بس ده محتاج للأطراف يشتغلوا محتاج أن قلب وسط الملعب يكمل مش محتاج للأطراف يشتغلوا ولا محتاج قلب الملعب يشتغل محتاج مصر أجيري ده يشتغل آآ ما بشتغلتش الحقيقة طيب طيب كنت أعزلك علي طيب النهاردة المغرب أعديك النتائج المباراة النهاردة المغرب كذبت جنوب إفريقيا بهدف مقابل لشيء والجزائر بتلعب دلوقتي مع تنزانيا نبيبيا كوديفور كذبتها أربعة واحد فبالتالي المغرب في الصدارة تسع نقاط كوديفور ست نقاط فيه فرق أيضا كمان تأهالت زي نيجيريا مدغشكر في الصدارة ونيجيريا في المركز الثاني مدغشكر كسب نيجيريا كسب نيجيريا 2-0 طيب لكن بشكل عام في مباراة اتضحت في دور الستاشر يعني المغرب هتلاقها بغينيا ودي أول مباراة في دور الستاشر الفايز بين المغرب ونيجيريا المغرب وغينيا في اتجاه مع أغاندا والفايز بينهم في اتجاه ما بين نيجيريا مع الكاميرون أوغانا ومصر مع كينيا أو جنوب إفريقيا أو أنجولا دي المجموعة التمن منتخابات اللي هتلعب مع بعض الغاية السيمي فاينال بص أن أقولك المغرب أنا في رأيي أنه هيكمل المغرب هيلعب أي حد في ستاشر في تمانية في أربع هيكمل هيكمل لأن فرقة كويسة قوي فرقة متكاملة فرقة بتلعب كرة حديثة فرقة بتدافع بشكل قوي جدا فرقة منظمة وهم في التلت الهجومي أزاي بيربط مع بعض في التلت الهجومي عندهم حرقة سريعة جدا جدا في التلت الهجومي لا فرقة هتكمل وأنا في رأيي كمان الجزائر برضو هيكمل بشكل قوي جدا هيرفي رينار عمل لطا الإعلام المغربي بتكلم عليها النهاردة كل العقد اللي كانت بتواجه المغرب في البطلات الإفريقية اتقصرت على يد المدرب الفرنسي هيرفي رينار طبعا يعني كوديفور كانت دايما عقدة للكرة المغربية بالضبط قدر يكسبها في آخر بطلتين وقدر يكسبها حتى في تصفيات كاس العالم الكاميرون نفس الموضوع في تصفيات إفريقيا قدر يفوز على الكاميرون النهاردة جنوب إفريقيا أزمة للمغرب من ستة وتسعين يعني من ستة وتسعين لغاية اللحظة دي جنوب إفريقيا المغرب ما بتقدرش تكسبها النهاردة كسبت جنوب إفريقيا العمل النفسي ده شايفه إزاي بص أقول لك حاجة محمد اعمل تقييم حتى لأداء المغرب في كاس عالم أعلى ما كانت مع أسبانيا والبرتغال أداء محترم جدا جدا وأداء قوي جدا جدا طبعا الراجل ده بصراحة مديرين فنين الموجود في أفريقيا خبرة كبيرة جدا وعام بيعمل تطوير في كل منتخب يروح فاس بكوتين مع منتخبين عكس خالد بطولة أفريقيا زنبي أو كودفوار لا مدير فني انت عارف واضح شغله واضح يعني مش مثلا انت بتقول مثلا تستنى مثلا أداء اللعيبة أو تستنى مش عارف لا ده هو منظم جدا جدا إزاي بيعرف يهاجم إزاي بيعرف يدافع بيهاجم ويدافع كمجموعات وعنده ورقة عنده أوراق كتيرة عنده أوراق كتيرة جدا جدا اختياراته الحقيقة يعني برضك عامل اختيارات قوية جدا جدا لعيبة محترفة في أندية أوروبية على مستوى أعلي جدا ومستوى كبير جدا الدور السعودي نفس الحكاية فلا هو طبعا نزل بيقولك ان فيه منتخبات من متابعتنا الحقيقة للأدوار التمهدية اعتقد انهم هيكملوا عنده خط هجوم حدس ولا حرج وانا بقرنه بققه وخط جنف البطولة هو والجزايا يعني عنده حكيم زياش مبارك بصوفة نور الدين من رابط يوسف ناصيري تحتهم اتنين ديفندر لو الناس لحظت في أول ماتش عامامبيبيا لما كان الأدامش كويس غير الاتنين ديفندر بالتنين تانيين بالزبط يعني عنده أوراق ربحة لعب أول ماتش بمهدي بوربيع ويوسف آيد بن ناصر الماتش التاني لعب بكريم الأحمدي ويونس بالهندة وما تحسش بالخلل حصل بالعكس الأداء عالي الأداء عالي وهو ده اللي احنا بنقوله على منتخب مصر أنت النهاردة لما بتيجي أجيري بيعاوس تدخل عشان يعمل تغييرات تفوق الفرقة الأداء بيقل يعني المستوى بينزل ودي كمان من الحاجات اللي تحسب عليه كمان بشكل كبير جدا جدا أنت النهاردة بتلعب منتخب مصر وبتلعب من براف في مصر وتبقى الدكة بتاعتك مش موجودة بالشكل اللي هو تكمل به ده دي مشكلة كبيرة جدا الخط الهجومي برضو لبنفسه قوة المغرب كثير بغداد بنجاح يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي رياض محرز لاعب بمشاستان سيتي من تحتهم بقى سوفيان في جولي اتنين باكات على أعلى مستوى سواء الباك رايت يوسف عطال أو الباك ليفت رمي بين سبعيني بتحس أن فرقة متكاملة جمال عامل اللعبة المحترفة الجزاريين لما كان بيجوا يلعبوا مع المنتخب أنا بقول لها كان بيجوا تقضيط واجب وما فيش ولا روح ولا بتاعتك ورغم أن لعبة جامدة جدا ولعبة أسماء كبيرة جدا وكانوا يروح يتغلبوا في الجزائر ويتغلبوا بره ومش عارف إيه ومنتسوا لا الرجل المدرب جمال ده فرق معهم بشكل كبير جدا بتحس أن هم فرقة بلعبوا بروح عالية جدا فرقة بلعبوا بشراسة في أداءهم إذا كانوا هم بيدفعوا هم بيضغطوا لو تشوفهم هم بيضغطوا لا ده ده احنا بنتكلم مثلا برشلونة بنتكلم الفرقة اللي هي بتستخلص دي في أربع ثواني أو تلت ثواني هم كده هم كده فلا يعني المديرين فنين بيفرقوا مع المنتخبات الحقيقة بشكل كبير جدا جمال بالماضي يا كابتل رمضان لما الاتحاد الجزائري على فكرة اتحاد الجزائري اتعقد معاب الصدفة اه يعني ما كانش في إطار التفكير خالص جمال بالماضي لأنه سنه صغير لسه الخبرات في التدريب مش كتيرة وبعدين جاي بعد مدربين كان لهم باع طويل في القرى الإفريقية يعني ربح ماجر اه طبعا رغم نجوميته منجحش اه فجابوا جمال بالماضي جمال بالماضي قال لهم أنا الترجط بتاعي تصفيرات كاس عالم الفين اتنين وعشرين ما تكلمونيش عن كاس الأمم ده بالنسبة لك شايف ان هو أزال الضغوط وخلى المنتخب الجزائري رايح مصر ومحدش في الجزائري بالكلام عن ترشيح الجزائري للبطولة ده تأثيره ايه على الفرقة وعلى اللعيبة وداخل البطولة واحدة واحدة هو مدرب زكي زكي شال الضغوط اه طبعا شال الضغوط على نفسه وشال الضغوط على فرقيته هو مش على نفسه لأنه هو عارف وبيقول ايه في تصراحات بتبقى في صالح الفرقة وفي تصراحات ضد الفرقة التصريح ده شال الضغوط عن اللعيبة وبعدين هو ازاي برضك المدير الفني يقدر يتعامل مع كل النجوم دي دي حاجة حاجة مش سهلة يعني المنتخب الجزائر فيه كم من النجوم كون انه هو يسيطر عليهم ويشتغلوا بالشكل اللي بيشتغلوا به المباراة في الأدوار التمهدية دي ازاي ازاي التيم ده منظم ازاي التيم ده بيدافع بيدافع النجوم الكبار دولت ازاي بيدافعوا كمجموعة ازاي التيم ده بيشتغل في التلت الهجومي ازاي بيلعبوا بشراصة ازاي بيلعبوا بروق الحاجات ده كلها بتاعت مدير فني هو زي ما قلتلك ان التصريح ده كان زاكي فيه جدا وهو شال الضغوط عن اللعيبة وهو بينه بين اللعيبة بقول له احنا لازم نرجع بالبطول واضحة لان في مباراة السنغال القوة البدنية هتكون في صلاح السنغال بالزبط اللعيبة الجزائريين تفوقوا في هذه المباراة في كل السنغال نحن ععدنا نتابع خمسين دقيقة الجزائر ضغطين سنغال يعني ما بيتنفسوش وفي الالتحامات هم بيتفوقوا التحامات وضغط واستخلاص وكورة وكل حاجة طيب تونس في المقابل بقى يعني ممكن تونس حالهم في البطولة قريب من حالنا شوية تونس عندها مشاكل فنية مش على مستوى اللعيبة لا على مستوى الاختيارات من ألان جريس يعني ألان جريس بإمكانياته انه مسك مالي ومسك السنغال لكن في البطولة دي مش مخنع بالنسبة حتى للإعلام التونسي بيغير في التشكيل يعني لعب مثلا بواجدك شريدة فسط الملعب هو أصلا بكريت في المباراة التانية رجع واجد بشريدة بكريت وطلع عرام البيت وبره لسكور كل شوية غير حارس مرمى أول مباراة فروب المصطفى وهو تاني مباراة معزة حسان الحارس الأساسي في طول الفرنجة عند ترجي معزة بن شريفية مش موجود الراجل ده عنده مشكلة مشكلة كبيرة جدا إن هو تعامله مع النجوم صعب جدا جدا ألان جريس آه طبعا آه بدليل إن هو مسلا أنا في رأيي إن عالي معلول لو أنت بتتكلم في منتخب تونس ده يبقى مفتاح لعب يعني يعني زي بالظبط أنت بتلعب واحد مهاجم طبعا ناح مش بتلعب باك فبالتالي أنت لما تيجي تستبعد عالي معلول وإنت متابعه المفروض أنت متابعه عشان تضمه المفروض متابعه طب عالي معلول الموسم ده مقدم موسم يعني ولا أروع أعلى لعي في البطولة الأفريقية لدور الأبطال أسست أهداف بالظبط إذا كان أسست في البطولة الأفريقية أو أسست في كل المباراة بالعابة المحلية فإنت بتشيله ليه إن أنت تشيلت قوة من عندك قوة كبيرة جدا 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 أنا قلت أشوف البديل مين يمكن لا ده الراجل أنا تبيعي ده بعيد خالص ده جيرالد دولايب عليه مباراة في الأولى الافتتاح تونس وانجولا لا معداش نص مال عم ده بعيد خالص يعني بالصراحة صعب جدا جدا فبالتالي يعني أنت لما بني نتكلم على السلبيات اللي في منتخب مصر زي بالظبط ما هنتكلم على السلبيات اللي موجودة في منتخب تونس عشان كده المنتخبين الحقيقة بعاد جدا عن مستوى وبعاد عن المستوى اللي هم مفروض يقدموه بالنجوم اللي هم بيمتلكوهم الحقيقة فكرة تستبدال حارس المرمى يعني تونس المنتخب الوحيد في البطولة اللي هي بتنحوا الراس مرمى لغاية دلوقتي يعني أغاندا وهي بتلعب مع مصر الحارس أصيف فخرد لكن تونس ما كانش فيه صبا أول مباراة فروب المصطفى غلط غلطة تاني مباراة غيره الحارس التاني في المباراة التانية غلط غلطة كاريسية ما هو ده الفكر ده الفكر أنا كذي ما قلتلك لو أنت مداري بمكانه كابتال رمضان تغير لا طبعا بص المركز الوحيد يا محمد اللي فيه رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اثنين ده لقدر الله يتصاب رقم واحد يتصاب تغيره ياخد ثلاثة انذارات ياخد طرد طب أخطأ في هدف ولا حتى لو خطأ في هدف مواصل انت مش معنى كل الحراس في العالم كله في انت بتتابع مثلا بطولة كاس عالم أو دور الأبطال في أوروبا ده يعني فيه كوارث الحراس بيعملوا كوارث ولكن الحارس رقم واحد ورقم واحد نفيش حاجة اسمه لنا النهاردة الحارس بتاعي في أول مباراة عنده خطأ يبقى تاني مباراة ببدله لأ انت كده هزيت الحارس بتاعك الأساسي وهزيت الحارس الرقم اثنين طب ايعمل ايه في المطش الجامعة عمور التاني هلعب بالحارس التالي يجيب بقى الرقم ثلاثة ولو اخطأ ايجيب حارس من تونس طب ايعمل ايه لأنا بقولك انا بقولك يا محمد في مشاكل في الإدارة الفنية لمنتخب مصر وفي مشاكل في الإدارة الفنية لمنتخب تونس واعتقد دي الناس كلها شايفاها موجودة في الملعب في الثلاث مباراة طيب منتخب مدغشكر مفاجئة البطولة لغاية اللاز ده والحسن الاسود طبعا الحقيقة بيقدمه كرة انا بقولك يعني للأسف الشديد يعني الواحد حتى بقوله هو يعني حزين الحقيقة انك انت النهاردة لما تيجي هتعمل تقييم للبطولة دي احنا اداء منتخب مصر ويعتبر يعني من الفرق البعيدة خالص يعني انت بتكلم مثلا في مدغشكر بيلعبوا كرة حديثة جدا وبيلعبوا كرة فيها جمعية وبيدفعوا ازاي وبيهاجموا ازاي فرقة محترمة جدا جدا وعملين نتائج ايجابية لا والمدارب بتاعهم كمان مش من السفيهات الكبيرة يعني في مدغشكر عملوا تجربة غريبة قوي كل اللعيبة اللي بتلعب في المنتخب مدغشكر منهم بلعب في الدور المحلي وفيه بلعب في الدور الهندي وفيه لعيبة بتلعب في الدرجة التانية والتالتة في فرنسا مش في الكراس اي حتى منتخبات او فرق في الدور الفرنسي درجة اولى مش اسم كبير ده شغل كل درجة تانية والدرجة تالتة بالزبط يعني ما هي برضا خانا اقول لك حاجة ازاي المدرب او المدير الفني يوصل بلعبته يخش جوه لعبته بس بقاله تلات سنين معك ده مهم جدا بقاله تلات سنين مع المنتخب مدغشكر طبعا وعمل نتائج ايجابية بالزبط خلي بالك يعني في التلات مواسم هو عمل نتائج ايجابية انا بقول لك انك ازاي توصل تخش جوه لعبتك يعني ازاي بقول لك كده انت مثلا بتتكلم مشاكل كتيرة جدا مثلا في منتخب مصر مشاكل كتيرة جدا في منتخب تونس لا في منتخبات الحقيقة اثبتت وجودها وقدمت نفسها بشكل محترم جدا وبشكل قوي جدا جدا في البطولة الحقيقة طيب في تجربتين غريبة شوية السنغال وكوزيفور يعني دايما المدارس الافريقية بتعتمد على المداربين الاجانب اخر سنتين شايفين السنغال رايحة في اتجاه مختلف وكوزيفور نفس الموضوع السنغال بيدربه أليسوسي وكوزيفور بيدربه إبراهيم مكامارا وجهت نظرك يعني شايف الاتحاد السنغالي والاتحاد الإفواري ايه الفكرة انه يعتمد على مدارب وطني في ظل ان كوزيفور لها تغربة غريبة شوية يعني المسك المنتخب الاول حاليا من إبراهيم مكامارا مسك الناشئين وطلع بالشباب وراح للأوليمبي والمحليين وحاليا مسك المنتخب الاول وهم يعني اشتغلوا كده ليه لان كل التجارب اللي هما اشتغلوا بيها بمداربين فنين الاجانب التجارب ما خلتش نجحة يعني فنيا ما خلتش نجحة اعتقد ان هما بيجربوا بيقولك ان احنا بنجرب المداربين بتوعنا ويمكن في نجاحات كمان انت بتكلم مثلا على مدارب مدغاشكر ورغم ان هو ملوش اسم لكن عمل نتاج ايجابية وعمل مستوى بالضبط يعني عمل نتاج ايجابية بمستوى كمان بأداء فبالتالي هما بيجربوا نكسب ناجيريا 2-0 تصدر المجموعة طبعا وإيه كمان مش خبطة يعني لا ده في تفوق بأداء فهم برضا كودفار بيجربوا وسنغال بيجرب يعني من المنتخب الافريقي اللي قد صدموا بالنسبة لك في أداءه غانا الكاميرو النيجيريا يعني ناجيريا طبعا فترات الحياة كان مش أداءهم كان وحش جدا غانا برضا كنفس الحكاية يعني فترات قليلة قوت اللي اشتغلوا فيها بشكل كويس يمكن هم دول أقرب فرقتين وفرقتين مصنفين بس ناجيريا عندها أسامي يعني وغانا عندها أسامي طبعا أنا بقولك فرقتين مصنفين جردون أيو أندري أيو طبعا طبعا بالأسماء اللي عندهم إذا كان في غانا أو في ناجيريا طبعا 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 ولا المشاكل الداخلية ممكن تأسر على المنتخبات دي والله بص أنا أقولك حاجة يعني من أسوأ الحاجات اللي بتحصل في البطولات الأفريقية إنك تيجي مثلا قبل البطولة وتيجي مثلا منتخب ناجيريا ده بزيات مش عارف الكاميرو ييجي يقولك قبل البطولة احنا إليه مستحقات يا جماعة أنتم كنتوا فين يعني ما تطلبوا مستحقاتكم دي ببلدكم أو قبل ما تطلعوا البطولة أو قبل ما تخشوا البطولة دي خلي بالك دي سلبية كبيرة جدا في الكرة الأفريقية طبعا في الكرة الأفريقية ما اعتقدش إن في الكرة الأوروبية حد لو حتى حتى لمح ولو في حتى مشاكل لا يمكن حد يصير مشاكل في قبل البطولة أو جوة البطولة انت زنبابوي ما كانوش عاوزي يلاعبه مباراة الاستتهاء والكاميرو يعني انت خائق كاميرو نفس الحكاية يعني انت بنت ونيجيريا وانت بتتكلم بقى على إيه كمان دي انت بتتكلم عن اللعبة المحترفة يعني انتو أساسا يعني مش مش محتاجين تيجي بقى في منتخب بلدك وقبل البطولة بيوم ولا بيومين تقولوا يعني مش هلعب عشان أخذ المدير الفن الألماني المنتخب ناجرة في المؤتمر الصحفي بفوت بيجي ومعك كابتن الفريق هو راح من غير كابتن الفريق فقال لك إيه و لو سألونا عليه وقلتوا لهم أصل في اجتماعه في حاجة راح راجل طرق صريحا لك اللعبة عامل اجتماعه دلوقتي عشان لها مستحقات فما لكبت الفريق مجاش معي هم اطلعوا بيام دلوقتي أخذ لمسئوليته قالك مليش علاقة طبعا هو مش عاوز يجذب وفي نفس الوقت قال الحقيقة وخلاص زي بالزبط ما تيجي مثلا قبل مبارات الافتتاح ديت ومنتخب بزنباوي ده يقولك أنا مش هلعب يعني مرتك ده أنا أقولك حاجة أنا فرقي إن ده يبقى الاتحاد الافريقي لازم يبقى ليه دور كبير جدا في حاجة زي كده هو بيبدو الاتحادات الافريقية الدعم والمكافئة المسول الفكرة بقى الاتحاد نفسه الاهلي هو المفود يصرف المكافئات دي للعيب يعني لا أنا بتكلم برضك إن لازم بقى فيه عقوبات على المنتخبات دي أنا النهار ده أجي كمتحاد افريقي قبل البطولة مثلا بيوم أو يومين ثلاث فرق يهدد إنه ميلعبوش يعني البطولة بازت بازت خلاص فلا يعني العقوبات تبقى قوية جدا يعني ده هيجبر الاتحادات المحلية دي إن هي تتعامل مع لعابتها بشكل كويس بشكل محترم إنه هم كمال لعيبا محترفين طبعا ما تجيش إنت بقى بتاخد فلوس من الاتحاد الافريقي وبتاخد فلوس جندا جدا وبعدين لعيبا بيعندك لها ليهم مكافئات أو ليهم مستحقات أو الكلام ده كله ده طبعا كلام فريع تمام طيب تتوقع مين في مباراة تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا يعني المباراة بكرة إن شاء الله تونس هتلاعب موريتانيا ومالي هتلاعب أنجولا مين ممكن يقول لي تونس تكسب طبعا موريتانيا مش أكيد أول كابتر رمضان يعني أنا لا يعني يمكن أنا بكلمك مش كأسم أنا بكلمك كمستوى كمستوى شفت مباراتين لموريتانيا الحقيقة لا تونس تقدر إن هي تكسب تكلم في مالي مالي وأنجولا مالي أنا باعتبرها من الفرق قوية جدا يعني أداءهم في المباراة كلها الحقيقة عاملين مباراة على المستوى على جدا تونس لو كذبت ومالي لو كذبت ما فيش ثالث في المجموعة دا يتأهل لأن تونس هتبقى عندها خمس نقط مركز تاني ملعب عندها سبع نقط أنجولا هتبقى نقطتين نقطتين دي تبقى خالص تبقى خالص بالضبط وده متوقع الحقيقة كاميرون هتلاعب بنين وغانا هتلاعب غينيا بيساو كاميرون عندها أربع نقط وغانا نقطتين بنين نقطتين غينيا بيساو نقطت واحد يعني برضو أنا بقول أن الكاميرون فرصيتها برضا كبيرا أنها تكسب بكرة رغم البنين اتعدلت مطشين اتعدلت مع غانا واتعدلت مع غينيا بيساو أنا بكلم برضاك على المستوى يعني خلال متبايتي للمباريات لا كاميرون تيم برضاك يقدر تحمل اللقب طبعا وغانا برضاك من برضاك تكسب والكاميرون لو تعدلت برضو هتصعد بس هنا عيبقى بقى فكرة الترتيب لأن غانا اتعدلت مع الكاميرون سفر سفر فأي نسبة أهداف ممكن تصعد غانا مركز أول وخلي كاميرون مركز تاني إذا الكاميرون اتعدلت لو كاميرون اتعدلت وغانا كذبت وغانا كذبت نسبة الهداف ممكن تخلي غانا مركز أول وكاميرون مركز تاني ولو الكاميرون مركز تنعى تتلعب نيجيري في دول 16 ما هي أي لغد دلوقتي المباريات بتاع دول 16 يتحسن بكرة يعني التالت بتاعنا دوت اللي احنا هل لعبه لغد دلوقتي متحسامش في مجموعات تانية برضك التالت بتاعها متحسامش بالزبط فتتحسن بكرة كلها في المباريات نيجيريا لو لعبت الكاميرون ومواصلة انتظر الفائز منهم في دول التمانية شايف المواجهات دي إزاي كبتر ملا لو ناجيريا لعبت الكاميرون الكاميرون هيبقى فسقطة اكبر. واحنا نتمنى طبعا ان ناجيريا تكسب لان انا في رأي ان ناجيريا مش بنفس كاميرون اه طبعا. مش بنفس الكوة بتاعت الكاميرون او وغنى. في سكتنا مغرب اذا المغرب وصلت سيمي فانable واحنا وصلنا سيمي فانال. في سكتنا المغرب ده. انت طبعا لوصلت سيمي فانال خلاص انت رايح في مرحلة. أنت لما تيجي في دور الأربعة خلاص أنت ما بتقولش أنت هتلعب مين يعني الطبيعي أن أنت تلعب أي حد أقوى فرقة وأقوى فرقة هي اللي هتروح دور الأربعة فبالتالي إحنا مش هنقول مثلا هنالعب كاميرون أو هنالعب مغرب المغرب طبعا أنا في رواحة ومبارات قوية جدا 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 ومبارات قيلة من مبارات التقيلة الحقيقة في الكرة أي باسم الفاينال قوي جدا يعني ده ممكن يبقى لو هم مش في سكة بعض هو من خصد حظ المغرب أن أغندا هتلاعب السنغال فالمغرب والسنغال دور 8 يعني المغرب هتلاعب غينيا دور 16 أغندا غالبا طبعا من يوم في المائة هتلاعب السنغال لأن الجزائر كده كده تصدرت فالمغرب وغينيا وأغندا والسنغال طبيعي من دون مفاجآت المغرب والسنغال دور 8 أكيد مبارات أكبر قامل أقوى قبل مبارات مصر مبارات قوية جدا وحتى نتيجتها ممكن ما تبقاش محسومة يعني بالنقول ما ستتوقع أو حاجة لكن أنا بقول لك اللي إحنا تبعناه أن تيم المغرب تيم قوي جدا 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 مبارات المغرب والسنغال فلا هو لعب وغض دور 8 شايف هتبقى لا طبعا تكسير عزام طبعا طبعا مبارات قوية بقول لك مبارات قيلة تقيلة البطولة تبدأ من دور 8 هي تبدأ من دور 8 بالأسام اللي إحنا قلناها دي كده عشان كده محمد وإحنا بنتكلم هل الـ 24 منتخب بدورة أضافه ولا ما أضافوش أنا في رأيي أنهم ما أضافوش لأنك أنت هتتفرج على كرة مستوها عالي جدا جدا في دور 16 ودور 8 وبزداد دور 8 طبعا تمام من خلال متابعتك للبطولة هل المنتخبات استفدت من القرات السبتة؟ في حقيقة أغاندا تعاملت مع القرات السبتة بشكل كويس في مباراتين طبعا لأن القرات السبتة دي يعني أنت لازم تشتغل عليها بشغل عليها بكسافة كمان وبشغل عليها وقت كواس أوي في وحدة تدريب بتاعتك يعني ده بتاخد جزء كواس أوي في الأسبوع لو بتحدد مثلا في وحدات تدريب بتاعتك الأسبوعية يبقى لازم عندك وحددين تدريب كورسابتة بتركز عليهم على التركات اللي أنت تعملها اشتغالها في القرنر أو في الفولات أو الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا عمل المناخ يا كابتن رمضان عمل المناخ والجو ما لا تأثيره على البطولة في ظل إن في مباراة تلعب التسعة 4 ونص ما كانتش بنفس القوة في مباراة تلعب التسعة 6 كانت 4 ونص 7 و10 آه يعني في مباراة 7 وفي مباراة 10 طبعا إحنا إحنا يمكن حظ بطولة أن الحقيقة توقيت الجو حر جدا ما هو خلاص ذا توقيتها آه يعني ما أنا بقول لك يعني الجو حر جدا بس أنا في حاجة بس إن كل المنتخبات الأفريقية الجو عندها كده يعني أغلب المنتخبات الأفريقية الجو عندها بالشكل ده. فبالتالي يمكن مش هتحس في فرق كبير يعني. بس البطولة الجيل لما تتلاقي في الكاميرو كنت في فرعة تلاقي جو مخالف. اه. التوييد ده في مصر او في شمال افريقيا حارة. اه طبعا. لما تنزل تحت خط الاستواء. اه. الضغط الحارة بتقلي كتير. بتقلي بقى وانطار والجو بيختلف تماما. بتقلي طبعا كتير. لكن انا بقول لك المباراة كل الالت لعبة الساعة عشرة. اعتقد الجو بفك. الدنيا فكت. اه. حتى الاداء ما بتقصرش يعني. اي نتاج المباراة في الاربعة ونص العصر. كانت نسبة الاهداف اقل. بالزبط. عن الساعة سبع وعن الساعة عشرة. لان كميات الجارية هتقل. اه. اه. يعني بس دي المجود في الجو الحر او ده هتقل. طيب. معدل التهديف في الجولة الاولى كان سبع واشتين هدف. معدل التهديف في الجولة تاني كان ستاشر هدف. التالتة لسه. لان التالتة لسه المباراة لسه بتتلعب. لكن المعدل نزل. ده تفسيره ايه? يعني. من سبع واشتين ستاشر ده فرق اكتر من حوالي تسع اهداف. اه. 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 خلي بالك برضو يمكن انا زي ما قلت لك. اه. اه. في منتخبات اللي هي الضعيفة. او المنتخبات اللي هي مش قوية. بيقفلوا الحقيقة وبيقفلوا مساحات في مباراتهم بشكل قوي جدا جدا. تالي بتقلل الهديف للفرقة المنافسة. اللي المفروب بتنتشر عشان تحرص اهداف والحاجات دي كلها. فدي يمكن سبب. لكن انا في رأيي لما تيجي مثلا تلاقي مثلا منتخبات بقى في دور التمانية. هتلاقي النسبة الاهداف تروح. يعني مثلا مبارات مغرب ومصر. هتلاقي مغرب بيسجل مصر هتسجل. كل مبارات مفتوحة من دور التمانية ولا تبارات صعبة. مبارات صعبة جدا. لكن في نفس الوقت كل فيها عاوز تكسب. يعني مفيش حد هيروح لدور التمانية ويقولك مثلا انا هحافظ او ان انا لا. انت هتدافع اه كتين كورة وكجماعية بشكل قوي جدا جدا. انك في نفس الوقت وانت بتهاجم هتهاجم بشكل قوي عشان تكسب. طيب. في جزئية تانية متعلقة بيه. الحضور الجماهيري في البطولة. والتنظيم بشكل عام. مواجب بشكل البطولة يا كابتن رمضان. مواجب بالتنظيم. مواجب بحضور الجمهور. شكل الملاعب. ارضيات الملاعب. هي طبعا استادات وارضيات الملاعب حاجة حيلة. ده احنا عدنا كوبة امريكا. اه. يعني في كوبة امريكا الاعلام هناك في البرازيل بينتقد الملاعب. بالزبط. لا احنا بصراحة كل المجموعات اللي تلاعب فيها المباريات. لا ملاعب على مستوى علي جدا 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 الحقيقة. لكن بتكلم على الجمهور. لا الجمهور بس فيه مشكلة ان ما بيحضرش كل المباريات. يعني الجمهور بيحضر مبارات المنتخب مصر. لكن الاستادات حقيقة في اغلب المباريات ما بيبقاش مليان. ممكن نفس الاحساس زينا ان البطولة ايسا من دور التمانية. لاني حتى فيه مطشطلة ولاحظناها. الجمهور شواء يعني عارف قيمة الكورة وعارف متشوق للمباريات الكبيرة. لما لقى الجزائر بتلاها بالسنغال. طبعا. اكيد. 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 اكيد هتلاقي فيه جمهور هيجي من السنغال. وهتلاقي فيه جمهور هيجي من الجزائر. لما بغرب كودفوار الملعب السلامة ملا. اه طبعا. طبعا المرات القوية كلها الملعب بيبقى جمهور كويس. طبعا. بيبلغون دلوقتي الجزائر متقدمة على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء. اه طبعا. احنا الجزائر تيم كورة. مغير تمانا في تشكيل. اه. اقول لك الجزائر تيم كورة قوي. بمدير فن قوي. فرقة تانية. اه. يعني دلوقتي بلعب بفرقة تانية غير الفرقة اللي اللي فاته. اه. اه خلاص. انا بقول لك مدير فن قوي. هتلاقي منتخب قوي. انا بس مندهش انه في فترة عشر شهور. فترة مش كبيرة في موضوع التدريب. وكمان ده منتخب مش نادي. انه قدري يكون التوليف. انت حتى التجمعات قليلة مش كتيرة. التجمعات مش كبيرة. في ظل انت عندك مجموعة كبيرة جدا من لعبة المحترفين. مش هستطيع تجيبون في اي وقت. وبعدين كمان في نقطة كبت الرمضان. التلاتة اللي بيلعبوا في الناحية الهجومية. منشستر سيتي رياض ميحرس. اه طبعا. مغداد بنجاح في الدوري القطري. اه. يوسف البلالي الدوري التونسي. تونسي. دوريات مختلفة عن بعضها. اه. اه. كورة مختلفة عن بعضها. اوجدت بقى التجانس ده ازاي? واوجدت الربط ده ازاي? شغل مدير فني. شغل مدير فني. ده يعتبر انجاز عظيم جدا. اه طبعا. انجاز كبير جدا جدا جدا. وانا زي ما قبل حتى ما نعرف النتيجة. لا. منتخب جزير. منتخب قوي جدا جدا. ويقدر يكمل الادوار النهية. تتوقع من طرفي الفاينال? ما انا مش عاوز اتوقع اه طرفي الفاينال الحقيقة عشان يعني يعني. ممكن منذور التمانية ما تبني المنتخبات اكتر. اه اكتر من منذور التمانية. اه. لكن انا طبعا اه مش بقى. ده تمانياتنا كلنا عايزان مصر طبعا. بنتمنى طبعا كلنا ان مصر تبقى في النهاء ان شاء الله بإذن الله. اه يمكن التوفيق اللي موجود معنا في خلال ثلاث مبارات اللي فاته دولة تبقى موجود معنا في المبارات القادمة ان شاء الله بإذن الله كان دول ستاشت دولة ثمانية دولة اربعة. ان شاء الله لغات ما نوصل النهائي. وطبعا اه احنا كلنا كمصريين بنتمنى كده. طيب. اهداف الجزائر اسلام سليماني وادم الناس. اه. ادم والناس. اه. اه. ادم والناس. اه. بتلاقي الراجل بيدفع بستة لعيبة. اه ما لعبوش في المبارتين اللي فاته. اسلام وهو واصف في امكانيات لعيبته وواصف ان هما هيقدموا كرة ازاي. لا طبعا. يعني انا 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 معجب جدا جدا بجمال بالماضي الحقيقة. ممكن يكون هو الحصان الاسود في البطولة. طبعا. لو وصلت لما راحل الابعد. لا هو طبعا لو جزائر وصل لما راحل الابعد العادي. اسم كبير. اسم كبير. اه. لكن متغاشكر لو لو راح لدور التمانية ده هيبا عامل طبع هو الحصان الاسود. اه. هو لغد دلوقتي هو الحصان الاسود. اه طبعا. طبعا. طب ايه الحاجات اللي ممكن انك ابετε رمضان انت بتتفرج على البطولة. ايه الحاجات اللي الحصائف الفوطولة بشكل عام? يعني ايه انا ضمن الحاجات اللي مهمة جدا الجماعية. اه. التيم الكورة المنظم. تيم الكورة اللي بيلعب كورة جماعية. اللي بيدافع كمجموعات. اللي بيهاجم وليه شكل. فيه الجمل بيه جمل مكررة. كتير جدا منتخب الجزائر منتخب مغرب منتخب مالي في جمر كتير كتيرة جدا مقررة مثلا في التلتي الهجومي في النواحي الهجومية وانت وانت بتدافع ازاي بتضغط ده موجود في منتخبات الحقيقة وموجود على مستوى عالي جدا انا بقولك ان الجزائر مثلا وصل لاربع ثواني في استخلاص الكورة اللي هما برشلونا كانوا مكسرين العالم كله ان هما باستخلاصوا الكورة بسرعة جدا بعد ما بفقدوها لا في منتخبات الحقيقة فيها تطوير بشكل جدير جدا ممكن البعض يقولك انا محتاجين مدرب عنده خبرات افريقية جمال بالماضي بعد ما اعتزل مشتغلش في افريقيا احنا يعني مش لازم خبرات افريقية قد ما يكون هو عنده فكر يعني جاي طبقه ومصر هقولك حاجة عنده حاجة عايز يقولها فيه فلسافة عايز يطبقها انا اقولك حاجة مدرب ودي ديجل الموسم ده اه تاكيس جنياس اه ده يعني ممكن ايه في الدور الاولاني كل مصر كابت هاجمه وانه هينزل الفرق اويه وبتاعه هو عنده نازل عامل نظام لعب بيشتغل به ومصر انه هو يطبقه ومصر انه هو ينفذه بيخسر وعب منصب بيغلط اللي هو الشكل اللي هو بناء الهجمة منتاح وبيغلط وغلط مثلا في حوالي تسع كور جوال ورغمه ذلك مصر انه هو ينفذ شغله ده ده بيبقى حاجة كويسة جدا وفي الاخر هو حاجة نجاح طيب كلمة اخيرة كابت رمضان كلمة اخيرة انا بتمنى من لعبة منتخب مصر يعني يحسوا ان احنا البطولة بتتلعب في ملعبنا لازم الروح القتالية تبقى اعلى من كده لازم الشراسة الدفاعية تبقى اقوى من كده لازم الشراسة الهجومية تبقى اقوى من كده لازم نلعب كمجموعة منلعبش بفردية لازم نربط مع بعض الحقيقة يعني انا بتمنى من اللعبة البعيدة عن المستوى في التلات مطشوات اللي فاتت دولات ان نرجعوا لمستواهم ويمكن يعملوا معنا يصنعوا معنا فارق الحقيقة في المباراة القادمة ان شاء الله بزيلا وقبل كل ده الالتزام داخل المعصقر داخل المعصقر او خارج المعصقر اللاعب لعب والمدرب مدرب والاتحاد ده صاحب القرار وده في النهاية الالتزام ده هينعكس على الفاري داخل الملعب وفي الاخر يجيب لك بطولة اكيد اكيد يا محمد كابتل رمضان شرفتني ونورتني وسعيد جدا بكل اراك الفنية في هذه البطولة واستفدنا بالتأكيد من خلال وجودك شكرا يا محمد شكرا جزيلا لك باشكر كابتل رمضان السيد نجم النادي الاهلي الاصبك والمزير الفني لصاحب العديد من الخبرات التدريبية مع الاندية سواء في الممتاز او الممتاز بي بالتأكيد اطلالة فنية على البطولة الافريقية البطولة الافريقية تبدأ جدا بدءا من دور السمانية الدور ربع النهائي لكن في مباراة تتحددت يعني اول مباراة دور الستاشر المغرب وغينيا ان شاء الله يوم الجمعة الساعة ستة على استاد السلام مصر تنتظر كينيا جنوب افريقيا مجموعة تونس مالي انجولا لسا الامور ما تضحتش لكن بكرا ان شاء الله بعد نهاية كل مباراة تتضح المجموعات كلها تبقى اتجاه زي لكن مصر خلاص اصبحت في طريق المغرب حتى السيمي فينال في مباراة اخرى تتضح خلال الفترة القادمة بشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة في هذه الفقرة الفنية عن بطولة كاس الامور الافريقية كان مصر 2019 لكن ما تروحوش بعيد بعد الفاصل كابتن خالد العودي وفقرة الابعاب الاخرى والنشاط الرياضي وامتبع كل ما هو جديد داخل النادي الان مساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي والفقرة التانية من برنامج الاهلي الليلة والحديث عن الالعاب الاخرى في النادي الاهلي قبلنا نتكلم وقبل ما نتكلم عن اي حاجة لازم نعزي ونعزي انفسنا ونعزي أسرة النادي الاهلي في الرياضة عن وفاة الراحلة كابتن ناديا شريف أحد أساطير يعني الرياضة النسائية في النادي الاهلي لعبت في كرة اليد وتقلقت وكرة السلة وتقلقت والعاب القوة وكثيرا من الالعاب حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين أيام الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس أنور السادات لها باعة طويل في الرياضة المصرية عاد إنجازات كتيرة رحمة الله عليها فقدنا كابتن ناديا شريف امبارح بالتحديد رحمة الله عليها وفعلا على ظل كابتن ناديا شريف أحد أساطير الرياضة النسائية في النادي الاهلي بإذن الله رحمة الله عليها خلينا نخرج لتقرير عن كابتن ناديا شريف وترجع لنا مرة تانية عشان نبدأ الحديث عن الالعاب الأخرى موسيقى فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص أسطورة من أساطير الرياضة النسائية التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة هي ناديا شريف نجمة النادي الأهلي رائدة الألعاب الأخرى في نادي القرن موسيقى حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته على نعي الراحلة لما قدمته من تاريخ طويل ومشرف في خدمة النادي الأهلي مارست ناديا شريف العديد من الألعاب حيث أنها كانت اللاعب الوحيدة في مصر والعرب وإفريقيا التي تمارس أكثر من لعبة مثل كرة اليد السباحة كرة السلة ألعاب القوى التزحلق والأخير كان ضمن ألعاب الأهلي حينها وذلك خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 1985 ثم عملت مدربة بالأهلي لألعاب القوى حتى عام 2014 خلال مسيرتها نالت وسامين للجمهورية الأول كان من الرئيس جمال عبد الناصر أما الثاني فكان من يد الرئيس محمد أنور السادات كما حصلت على لقب الأم المثالية بالأهلي ثلاث مرات كونها أم أبطال مثل القلعة الحمراء في العديد من البطولات المحلية والقرية بل والعالمية فالابن الأكبر هو وليد السماني وهو من مواليد عام 73 أحد أبطال الآلي في السباحة وكرة الماء بداية من مرحلة البراعم وحتى العموم وحصل على وسام الجمهورية أما الابن الثاني فهو عمر السماني من مواليد عام 78 لعب كرة الماء أيضا وشارك في أولمبياد أثناء عام 2004 كما حصل على لقب البطولة العربية رحم الله نادي شريف مدربة الأجيال صانعة الأبطال الذين شرفوا مصر في العديد من المحافل الدولية والعالمية رحمة الله عليك الكابتن نادي شريف أنا بالأخص مش يعني كنت فقط وانا ما كنتش حابة ممكن أطلع بالخبر ده في حياتي بصراحة لأنها كانت أم لنا كلنا وأنا لعيب في النادي الأهلي كابتن نادي شريف ما كانتش رياضية بزي ما الناس ما فهمها لا بالعكس كانت أم لكل الرياضيين في النادي الأهلي في الهندبول هي أمنا وبنتكلم معاها وبتدينا نصايح في البسكت في ألعاب القوة في كل النادي كنا دايما إحنا ولاد سغيرين جوا النادي بنروح لها ونقعد معاها لأنها فعلا كانت تحنين علينا جدا وجدت دايما تنصحنا نصايح دايما إيه النادي الأهلي وإيه قيمة النادي الأهلي لازم نقول حاجة مهمة أنه زوجها رحمة الله عليه بردو كابتن محمود السماني كان أحد نجوم النادي الأهلي رحمة الله عليه في كرة اليد يعني هي أسرة رياضية كابتن أوليد السماني كابتن عمر السماني يعني نقول لهم البقاء لله والدوام لله فعلا بنعزي أنفسنا ونعزي أسرة الرياضة في النادي الأهلي كلها عن كابتن ناديا شريف رحمة الله على كابتن ناديا شريف خلينا نستقبل ضفنا النهاردة اللي معينا نتكلم عن كابتن ناديا شريف ونتكلم عن ألعاب القوة وحياتها كمان الشخصية معينا ومعاكم كابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة بالنادي الأهلي كابتن ياسر مساء الخير مساء نور كابتن خير يعني دايما بتنورنا لكن الظرف النهاردة ظرف مختلف وهو فقدنا كابتن ناديا شريف يعني احد اساطير الرياضة الانساقية في نادي الاهلي. عزرا معلش انا عارف الموضوع صعب وانا شايفك واحنا بنشوف لكن حالة دنيا. اكيد اكيد هي امنا واكيد حاجة ويعني واكيد بص كلنا كابتر نادي ما كانتش بطلة كانت ام بقولك ام احنا هنا جدا علينا كلنا وانا عارف هي كانت علاقتك بيها ايه وعارف العلاقات كلها كانت شكلها ازاي وفعلا لازم نقول تاني لكل الناس كابتر ناديا حد مختلف رحمة الله عليها فعلا كانت بتخش ملاحب الهندبول فيه بهجة وفيه سرور وفيه حاجات جميلة في اسرة كرة الياد بالذات في اسرة كرة السلة ليها باع كبير في اسرة السباحة اللي كانت بتخشها واولادها ابطال وكانت تتكلم كانت بتكلم في رياضة بصفة عامة كانت فعلا اسطورة من الاساطير ام مثالية تلت مرات كانت النادي بيكرمها كل النادي كل النادي من من الناس اللي شغالها في النادي من اعضاء النادي كلهم عارفينها فعلا هي ليه علاقة جديرة بيننا وبينها واكيد مش خالد العاودي بس اكيد كل النادي الاهلي زعلان على رحيل كابتر ناديا شريف لكن هذا هذا حال الدنيا زي ما بتقول وهنعمل ايه لازم نترحم على كابتر ناديا ولازم ندعي لها فعلا ندعي لها بقلوب صادقة لانها فعلا كنت تستاهل كل حاجة خير لان فعلا ما شفناش منها غير كل خير مع كابتر ناديا شريف كابتر نياسر اكيد اللحظة صعبة واكيد كابتر ناديا بتوسلك كان بتوسلك حاجة مهمة جدا في الحياة اكيد طبعا كابتر ناديا بسيبها شخصية امي التانية بقى ربعه راح مطلع لها امي وكابتر ناديا فيش حد ما يعرفش كابتر ناديا في مصر في النادي الاهلي اه يعني كل اسر تلعب القوة من الاااا معقول بقى من الستينات من الخمسينات من السبعينات كلهم يعرفوا مين كابتر ناديا شريف طبعا هي بمثابة فعلا ام انا اسف مش العب القوة النادي الاهلي في الرياضة يعرف كابتر ناديا شريف تفضل دي حقيقة ما فيش حد في النادي اهلي معرفش كابتر ناديا شريف سواء كان في السباحة في باسكت في الكرة اليد في الكرة الطايرة امي الأميات في الملاعب في الصلاة في الطرقات يعني رحمة الله عليها وبناله والله سبحانه وتعالى واسأل كل الناس يدعوها بالرحمة ويكون ان شاء الله كده في ميزان حسناتها ويريتي بقى عندنا يعني ما اقول ربع كابتر ناديا شريف يعني في اي حتة في مصر يا رب بإذن الله نتمنى ده لكن اكيد لما تلقيت الخبر تلقيت الخبر بشكل مختلف مين اداك الخبر كابتني ياسم والله يعني انا بسفة شخصية الحمد الله كنت من يعني من مقربين اليها نعرف وكنت احيانا بتزاور معها في البيت في المنزل الشخصي بتاعها وكنت متابعا ان هي دخلت المستشفى الجلال العسكرية بتاعمل عملية اول مرة ويمكن هي يعني بعيدا طبعا اكيد الاولاد وليده عمر طبعا كانوا حوليها اكيد طبعا طبعا اعتقد حد يعني بعض المقربين اليها بلغوني ان هي عايزة تشوفني بالاسم هم مثل ما عايزة ياسر يجي هم وقبل الوفاة بيوم انا رحت المستشفى فعلا هم ورعا مركزة وكشجين دخلوية بس الحمد لله دخلت يعني اه هي طلباني بالاسم ولازم ادخل هم ودخلت شفتها قبل الوفاة بيوم هم اتكلمت معك ولكن الامور ما كنتشتفى للاسف لا بالاسف لا كان واضح ان هي تعبانة جدا هم زيارة يعني نحاول نتغمينك بكرة هم بس يعني انا وانا ماشي كان يعني كان واضح ان مظاهر التعب الجامد عليها هم وهي اه سبحان الله دو ام تاني يوم اه الظهر جالت الفون من اه بانتهى ناشو عبدالحاي لعبها الفريق معنا هم ابلغتي خبر الوفاة هم واكيد طبعا فورا عملت الاعلان على وصائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا وتوجهت المستشفى هم وقابلت هناك الاسرة بتاعتها والاولاد وابتدري في الاجراءات هم اه طبعا يعني اكيد يعني واحد بيتدقى خبر وفاة اه عزيز اه طبعا بيتدقى الدعب هي صعبة شوية هم هايزة عرف انا انا مش عايزة اخدك كتير لكن كابتن نادية من اكتر الناس اللي دعمت وجود ياسر داود داخل جهاز العاب القوة بالذات ان انت ولد من ولادها حقيقة ووووووووووووووووووووووو ولجهاز فاني هي الي شجعتني وقعت معها وقعت معها كلمتني و انت تعاملت معها كالعيبة يا قابتن ياسر وبعد كده كده تعملت معاها في الجهاز اه اه بس انت هي ماشتغلتش معاك في الجهاز لا ماشتغلتش لأ طب قولي كان قبل البطولات المهمة أكيد كان لك تواصل معاها وهي كانت لسه يعني قبل الموضوع المرض وكده كان فيه كلام أكيد هي بتتكلمه معاك حاجات معينة تقول لك خلي بالك اعمل كذا إيه النصائح المهمة الله النصائح ما انقطعتش يعني لعبا ومدربا ومدير الجهاز يعني أحيانا كمان قبل البطولات الصعبة كان بتتصل بيئة الفنية فيه كم مباراة عدوا علينا كم لقاء بطول الجمهورية عدوا عليكم صعبين فبتتبعني بصفها يوميا بتسأل على اللعبة بالاسم كأنها متواجدة معنا في الملعب وفلان عمل ايه وفلان عمل ايه وخلي فلان اعمل كذا فلان اعمل كذا لأن هي كانت يعني مصدر ثقة وبحب يعني 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 الاتنين كانت هي عندها حنية مش طبعية أكيد طبعا يعني هي أم حنونة ورياضية متقلقة ساطعة بقوة هي رياضة نسائية دي حقيقة وبعدين هي حتى لعبا ومدربا يعني تعليماتها كانت كانت مختلفة يعني هي كانت لأنها بحكم الطايتل كانت مدربة البنات والسيدات وأنا كنت في حتة ثانية خالص يعني أنا بتستدعيني حتى بالإشارة ومسلا اعملوا كذا 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 كان لها رؤية بعيدة من مدى يعني وكان فيه ثقة في اللي هي بتقوله فكنا بننفذ يعني اللي بتقوله حرفيا والحمد لله كانت توفيق من نصيبنا دي ياسر أكيد كابتن نادية رحمة الله عليها كان لها ذكريات كبيرة كتيرة معك ومواقف معينة مهمة مؤسرة في حياة ياسر داود وكانت مؤسرة أكيد مع كابتن نادية دي حقيقة دي حقيقة يعني يعني الثاني مرورا بالثلاث مراحل اللاعب مدرب غير فني يعني إحنا يعني زكرياتنا معها كمان يعني إما كنا بنروح بطولات خارج القاهرة يعني كنا بنقعد مثلا أنا وهي على باب الفندق من مثلا من تسعة مساء لتسعة صباحا يعني عشان نطنقل إن ما فيش حد من أي نادي أخر داخل يشغل لعيبة أو حد داخل أو حد عايز يجيب حاجة من برنا وغير ما يارف إن رحنا نجيبها لون يجي يعني كنا بنعمل يومين أو تلاث يام متواصل بين النوم 72 ساعة فدي من دون الحاجات اللي خدتها منها يعني المسئولية عن اللاعبينة ولاعباتنا بتبقى مش مجرد في الملعب بس في الملعب والفندق وفي المطعم وفي الأوتوبيس ويعني كده يعني بالفعل أحيانا بعض الأدوات اللي ما كان نخش الملعب الأدوات مش جاهزة بنبتدي نبتاكي الأدوات أخرى يعني في حاجات ما تتنسيش في أماكنها وبالذات حتى أستاذ أتيتش يعني كان في أماكن معينة حتى تاريخه معروف المكان ده كان بيتحط فيه وبنعمل إيه فيه فأكيد طبعا الحاجات دي في الزاكرة محفورة أكيد أكيد من تاريخ الجميل لكابتن نادية شريف اتنين وسام جمهورية من اتنين رؤساء جمهورية أعتقد من أعظم الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في التاريخ لأي بطن رياضي أكيد طبعا ما فيش يعني يعني نسبة تحلم يقبلوا رئيس الأجناء المبينة أو رئيس الاتحاد أو يقبل رئيس الجمهورية يعني حاجة ما فيش أعلى من كده بالنسبة للرياضيين يعني وخاصة في لابة ألعاب القوى أو في ألعاب الكرة يعني فبالذات النسائية فمش أي حد مش أي حد إطلاقا يعني رحمة الله عليها لما كانت بالتعامل جوة النادي رحمة الله عليها كانت شوية ألعاب القوى هي كانت أساسي ألعاب القوى واختارت ألعاب القوى من ضن ألعاب كثيرة لكن دايما كانت تتكلم برضو عن كرة اليد وإنجازاتها في كرة اليد إن هي فعلا تاريخ كبير جايزة أنا في كرة اليد أعرفها طبعا كالتنادية لكن أكيد كرة السلة نفس الكلام أكيد السباحة نفس الكلام اكتساب رياضي منها خبرات كتيرة جدا في مجال لعب الرياضي شيء مهم طبعا طبعا وأنا أذكره جيدا أن بعض اللاعبات والمدربين في الأرابة الأخرى كانوا بيجوا ملعب مخصوص يقوموا معها ليأخذوا الاستشارات الفنية منها سواء كان وحيانا كان حتى في السباحة يعني كان فيه لعبات بيجوا عندنا في السباحة وبيبقوا بطار جمهورية باختيار الكابت النادي كان فيه لعبات كرة السلة كان بيجوا يتمرونها معنا وكان بيجوا يغضب وكان بيكساب بطار الجمهورية في ألعاب القوى يعني هي اللي كان بتستخطبهم كابتن نادية كان بتختار اللاعبات دي أو اللاعبين دول ولا كنا نحن اللي بنروح لهم لا هي كان بتستخطبهم بسرعة تستخطب كانت أساسي بتستخطب ألعاب الأخرى يروحوا لعاب القوى والغريب أن هم كانوا حبين أن هم يجوا يلعب على القوى ونادرها ما تلاقي أحد بلعب لعبة جماعية وهي عايزة يبقى لقوى مش حباً في ألعاب القوى أنا آسف طبعاً مش حباً في كابتن نادية الشريف من دي حقيقة صحيح؟ من دي حقيقة دي حاجة مهمة جداً يعني إزاي أنا روح ألعب لعبة حباً في الكابتن ومش حباً في اللعبة من دي حقيقة هي بيبس روح معي أنا في جميع المقربين اللي حواليها بحب ويعني كان أكيد بتأثر عليهم يعني بتخليهم يتشبسوا المكان أكيد كان فيه ناس قريبة ليها في ألعاب القوى جاسر داود أكيد يعني كان دايماً أنا عارف كابتن نادية كان لها قاعدة كده في ألعاب القوى وتكيب كلهم مدربين وتكلم وتقول له اعمل كذا وامل كذا يعني الله رحمه طلع عليها كان جميلة دي حقيقة كان مين أقرب الناس ليها يا كابتن ياسر في ألعاب القوى مدربين ولعبين كان فيه فيه بعض اللاعبات كانوا مقربين إليها جداً من البنات في الوقت دوان ويعني يعني بناتها بقى كتير بناتها كتير يعني اللي هي كانت بتتبرهم بناتها زي ما يقوله يعني الأسماء ممكن يكون اتنشر تلتشر اسم اه كتير هي كانت تأم لنا كلنا بقول دي حقيقة دي حقيقة وانا كنت بشوفها تعمل معهم ازاي سواء كانوا هما ماشيين في العربية بتاعتها مثلاً كان بتركب سبعة 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 تسعة بنات ازاي مش عارف يعني هي هي كان بتاخد البنات في عربية عشان يروحوا يتمرون معهم اه صحيح واتوصلهم البيت بعد كدو هي ماشي بقى خلص تمرين وهي ماشي اه وام في البيت لوليد وعمر اه كانت بتعمل ده ازاي حباً في النادي ده ده التفوق بقى حباً في النادي الاهلي والروح اللي مش موجودة في اي حتة تاني كان بتبس فيكو الروح دي اكيد لانها تاريخ كبير اكيد احنا في بعض اللقاءات كانت في التسعينات بالزاد كان بتبقى صعبة يعني مع عنديها كبيرة منذ ذكر الاسماء يعني كان كان تفتكر كان بتقولوك ايه بالزبط ساعتها اللي مش نسيه ان في بطولات الكلاس مصر الاربع سنين اللي فاتو اتصلت احد المدربين هو بلغني في عز اتعابها يعني قالت له كنتين اتنين يعني قالت له اه اه الاهلي ميدغلبش يا فلان على طول اه يعني هي فاعز يعني هي وهي تعبانة وهي تعبانة جد اه يعني هو بلتصل افل معي بلغني نفس الرسالة قالت صور الكابتن قالت لي يا محمد يا كابتن فلان الاهلي مايدغلبش ماديتهش للجملة دي بس اه الاهلي يعني هي كت تعبانة طبعا طبعا في يوم الايام يعني التعب بتاعها هي متابعة النتائج ماشية زي حنا البطول بدايتنا دامة مجمعها 3 ايام أي مرحلة سنية بتبقى 3 ايام اليوم الثاني متابعة النتيجة بتبطيها تظهر فأول يوم ما كانش كانش في توفيق كانت بديني رايحة جاية في المرعب فكلمته بالليل اللي هو قفل معها كلمي قال لي رسالة قتلي كذا كذا فطبعا احنا كن في عرف متعودين عليه ان احنا ايا كان بعد العشاء او بنجمع الناس اللعيبة المهمة اللي عليها بنعاول عليها بالنتائج وبنقض معهم ايه فده حصل ان احنا استدعينا الناس ديان وقعدنا معهم وبلغناهم هزي رسالة طب كابتال نادية شريفو هي بتمرن كان لها مواقف كتيرة ومواقف حلوة يعني كان بتشد اللي عايب زي بيقوله يعني في وقت ماشاء الله عليها انا كنت بس معصودها ونفرنا عبر هنبول زعيها زعيها العيب كله يلتزم او العيبين كله مرتزم تفتكر ده؟ اه طبعا طبعا تفتكره كويس لان انا واحد ناس كان بتزعق لي كان بتزعق كنت بتاخد الموضوع ازاي يا سب صراحة اه هو اكيد طبعا الضغط التمين في التوقيت ده والحمل البادن يا واحد ممكن بيبقى بيبقى مداء شوية بس طبعا بيحب بتنفس برضه يعني مسلا بيبقى فيه تكرار معين بقول كفاية كده او اعمل واحد كمان او اعمل تكرار تاني التكرار ده ممكن يبقى عشر 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 تكرارات في الملعب يعني مسلا متين متر عشر متين مسلا او اه فاااااااااااااااااااااااام بيقول لوحد بيتزمر بس بينروح ينفس وبرضو بحب اللي ايا عارف ان في الاخCA مصلحة ياني كابتني دي حط متع ارقام قاسية كتير فالعاب القوى او او 100 و400 حواجز اعتقد حصل تغييرات كتير frente العابل القوى بسبب كابتني دي السريف او والمركبة يعاني ففيوقات ما لقتقى فعلا يعني يعني كان كان كانبنات كابتني دي ممكن يعني يلاعبوا أي سباق يكسبوه، حصل تكتيفه وبناء عليه لعيبتنا للأهلي، مش لعيبتنا للأهلي، حصل تغيير في اللوايح المنظمة اللي يعبينها، اللاعب ما يلعبش مسابتين عشان خاطر، إحنا مثلا عندنا بنت ممكن تكسب بستة مسابتين، فلأ يبقى تلعب مسابتين عشان يدي فرصة للناس الأخرين أنهم يكسبوا أو يفوزوا بمداليين، يعني اتحاد العاب القوة غير لوايح عشان خاطر الولاد أو البنات اللي كابت مرواه ما كابت مدشين؟ حالياً، آه، آه، اللاعب على منظمة حتى حالياً، الحال، الحال، الدكتور سيف كان في قاعدة من العادات قال، اللاعب بورا بيعابوا، إن شاء الله يلعب ستة مسابقات منسبهم يلعبوا، الكلام ده مساء من سبوعين ثلاثة، آه، كان لسه في مقترح، بعودة النظام مرة أخرى، آه، بس احنا شو مفقين بقى، يعني، كان نادي أهلي، آه، الموضوع مختلف تكريم كابتن نادي يا شريف رحمة الله عليها، بتلات مرات أم مثالية، فالموضوع يعني عايشها في أسرة الرياضية، بتربي عجيال، بتربي ولدها في البيت، الموضوع صعب جداً، شايف الموضوع زي؟ الموضوع آآ يعني يا كد يكون آآ زي يقولوا عايز آآ فرض كوماندوز يعني يعني اتنين أبطال في البيت، عايز كابتن نادي يا شريف آآ اتنين أبطال في البيت وآآ وفرقة كاملة أبطال بمشكلها بحلوها بمراها بفرحهم بحزنهم بدراستهم بآآ هي كبت ساعة في قولها؟ بجوازاتهم بعيالهم بجوازات طبعها رأينا آآ فآآ لا يعني يعني اتمنى ان ان شاء الله في واحد في حياته نشوف هزا النموذج يعني بتمنى ان شوف نموذج زي كده نموذج للمرأة المصرية في الرياضة النسائية في مصر أكيد أكيد لأن هي مرورة يعني 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 بطولات العربية حدث ولا حرج مشان نتكلم يعني حتى بعد ما هي ما كانش فيه نصيب ان نشغل مع بعض يعني لا في أثنين ومستاشرة طلعت برضو بطولة عربية ومدربة البلد في في البحرين هي اه وهي خارج العمل بالنادي الاهلية ان ما زالت مدربة اه وراحت والحمد لله بنات عاملين تجاهل هناك وراجعين اكيد اكيد لازم لازم الناس تكون عارفة ان هي كابتن نادي رحمة الله عليها نموذج مشرف للرياضة المصرية او الرياضة النسائية في مصر بصفة عامة فعلا كانت هي نموذج مشرف ونموذج يحتزى به وفعلا نتمنى زي ما كابتن ريسر بيقول ان يكون عندنا كابتن نادي شريف مرة واثنين وثلاثة لكن فعلا فقد نحدى عايزة علينا جدا وعايزة عليها انا شخصيا وعايزة على اسرة الرياضة في الرياضة الاهلي والرياضة المصرية فعلا كابتن نادي شريف رحمة الله عليها نتمنى الدعاء من كل مشاهدي وجماهير النادي الأهلي لكابتال نادي الشريف لأنها فعلا أحد نجوم وأساطير الرياضة النسائية في مصر والنادي الأهلي كابتال ياسر أكيد لازم نستغل وجودك يعني أكيد رحمة الله على كابتال نادي لكن لازم نستغل وجودك عشان نعرف أخبار ألعاب القوى والبطولات القادمة بإذن الله والمشاركة في البطولة الأفريقية القريبة جدا بإذن الله من لعبين النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله هو إحنا في رقيتنا بيت الجهاز حاليا لبطولة الجمهورية كاس يوم 25-7 اللي منها تم منتخب مصري اللي هيمثل مصر في دورة لعب الأفريقية في المغرب في شهر سبتمبر إن شاء الله ويعني الاستعداد والتدريبات بتجري على خدمة صادق سواء كان من جميع أفراد الجهاز سواء كان لادني أو نفسي أو إعداد في التأهيل المصابين وبنأمل متعاشا في ربنا سبحانه وتعالى أنها عندها نسبة لا بأس بيها اللي هي تخلى عن 8-9 اللاعبين ممشاركين إن شاء الله في المنتخب المصري على رأسهم بعض اللاعبين وبعض المسابقات هل في حد تحدد منهم ولا لسه ما تحددوش؟ هو يعني أنا لا لسه ما تحددوش هتحدد 25 سبع إن شاء الله إنما بنسبة كله داخل تصفيات أو كله داخل اختبارات إنما في ناس مؤهلين أمر رشحين مؤهلين أمر رشحين يعني على سبيل المثال في لعيب المطرقة طعنا مصطفى الجمال حسن الجوال إثناء بسرية لعيبة الأورس أميرة خالد لعيبة الوازب الطويل السلاسي إسراء سمير ما شاء الله لعب الماشي إسلام عبد التواب لعب الوازب العلي محمد طلعت لعب المئة عشر حاجز رامي ما شاء الله سعيد لن يقلوا عن من 8 لعشر لعيبين والعيبات إن شاء الله داخل المنتخب المصري في المطلقة الأفريقية وبإذن لحققوا إن شاء الله مداليات يرجعون شايف أن هم يقدروا حققوا نتائج كويسة بإذن لك في أفريقيا في أفريقيا نقدر ليه على أفريقيا ينحقق وليه على المستوى العليمي ينحققاش بصراحة عشان إحنا بنرجع من أفريقيا يعني أنا أسف اسمح لي سؤالك على مستوى الالتحاد أو اللعبة إحنا العادات بتاعنا يعني اللعيب اللي تم إختيارهم عشان يشاركوا على مستوى العالم أو المبياد بيطلعوا على مسكرات بره طويلة طويلة المدى بالشهرين والتاتة والأربعة والخمسة والستة إحنا دي لسه مازال عندنا الاتحاد بيعاني من نقص التمويل وإحنا كنادي ما يقدرش أدعم لاعب منتخب بالشهرين ثلاثة بره من تكلفة تبقى عالية يعني هو ده بالسوى الرئيسي لفترة لاعب ما بتوصلش يعني اللعيب بيوصل طوب فورن بتاعه للرقم بتاعه في البطولة الأفريقية بيجي هناك عشان يجهز المبياد عايز شغل تاني وعايز معسكر تاني وعايز متابعة تانية طبية وفنية ونفسية دي للأسف مش متوفرة لعيبي ألعب الخوف في ناصر بصراحة سؤال للأولمبياد الجاية عندنا حق يحقق في مصر مش في الناد الأهلي كمان فوق مصر حقق في الأولمبياد الجاية أولا صعب سؤال صعب بس ممكن الإجابة عليك إن إحنا اليمن دول بنعد وبنعد ومشي في سكة إن إحنا إن شاء الله يبقى فيه تأصير اللي مدت إيهاب عبد الرحمن طبعا دي لو إن شاء الله تمت ومجحت السيد مع الوزير ورئيس اللجنة الأمبية ولجنة المسططة المصرية إن لو قدر يشارك من شهر يناير يشارك يبقى عنده فرصة لا تقل على سبعين في المية من مشاركة في المعادة بتحقيق أهداف وسلاسي المطرقة بتوعنا مصطفى الجمل ورايبين يا كابتن ياسر ورايبين التحايل يا رب نتمنى الخير الدوري أو بتروتك وبراتك اللي جاية بإذن الله في المراحل السنية اللي عندنا أخبرنا إيه نعرف إن ماشاء الله سنة الفاتك أفلنا السيزون الحمد لله بس السنة دي محتاجين بردن أفل السيزون عندك مشاكل ولا بدأنا فتلات الإعداد وتوكلنا على الله يعني هو فيه مشاكل بس بدأنا وبتوكلنا على الله إنما إحنا إحنا كان يعني كان دايماً بدرجة لله تبقى آخر حاجة عرص البطول إحنا الثاني بدئين بيها بدئين بيها بدئين بيها عشان ناخد المنتخب عشان دورة لعبة أفريقية فمع ذلك لا إحنا الحمد لله هزين وتوكلنا على الله وبإذن الله إن شاء الله مركز أول زي ما متعودين إن شاء الله دايماً بتشرفونا ودايماً فعلاً بنكون فرحانين بألعاب القوى في نادي الأهلي طول ما كابتن ياسر داود هو رئيس الجهاز الحمد لله ده شيء سعيدني وده يعني مسؤولية على أكتافي قبل ما أكون فرحة دائية والحمد لله يعني أنا من نوع دايماً بكتهد إن أحسن مش قاعد مكاني وبنكسب وخلاص لا الحمد لله بنحاول نروح للأفضل كعادة النادي الأهلي نورتني وشرفتني دي حقيقة يعني دايماً بنستمتع بوجود كابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى لكن خليها نخرج لفاصل ونستقبل نجمة كبيرة عندنا في السباحة في النادي الأهلي وفي السباحة المصرية كابتن هنيامورو أهلا بكم في الفقر الأخير والحوار الأخير في الأهلي الليلة مع نجمة كبيرة نجمة كبيرة بمعنى كلمة نجمة كبيرة دولاب مادليات دولاب بطولات دولاب أرقام قياسية بتحققها وهي من الصغر من ست سنين خمس سنين كمان في النادي الأهلي وهي موجودة نجمتنا الكبيرة النهاردة اللي دلوقتي حالاً بتتمرن خلاص في أمريكا ومتعيشة في أمريكا تماماً لكن ساعة منادي الأهلي بلها تعالي بتيجي على طول عشان تلعب بطولات النادي الأهلي وتحقق معاً إنجازات معنا كابتن هانيا مورو بسأل خيرك كابتن هانيا أنا أزود اللي عندي أنا أعرف لأنتي فايتر أعذروني لأن أنا شفت كابتن هانيا مورو وهي صغيرة يعني كنت بشتغل في النادي وهي كتلعيبة وكل الناس وكل مدربينها قالوا عليها أنها تطلع بطلة وهي ما شاء الله صدقت مع كل الناس وطلع بطلة ونجمة كبيرة كابتن هانيا أكيد لازم نقول لكل الناس وكل الناس اللي بتطلعوا علينا كابتن هانيا مورو راحت ملعب سباحة إزاي يعني اشميع اللي اخترت لعبة سباحة بزاي أنا كنت وانا عندي خمس سنين كنت بلعب وطر بالي حيل فكانوا بقى الناس بتقول لازم البنات يلعب وطر بالي ويلعبوا سباحة في نفس الوقت تمام أنا كنت رفضة طبعاً فكرة دي تماماً كنت عايزة ألعب وطر بالي بس يعني بس بعد كده ممتي بقى قالت لي نروح نجرب سباحة وطلعها أوكي ما كنتش مبسوطة خالص عدت يعني كتير قوي ما كنتش عايزة ألعب سباحة ولا أكمل ولا اي حاجة لحد ما كان فيه دكتور رحمد القوزي كان بيشتغل عندنا وشافني مرة وقال لي ممتي لازم تكمل في السباحة وهو بصراحة كان السبب أن أنا يعني دخلت يعني دخلت كمبليتلي وانا عندي عشر سنين فاني كنت بقى طبعاً خمس سنين ست سنين لحد عشر سنين بس يعني دخلت تماماً بقى وانا عندي عشر سنين طبعاً عارف الخلفيات أكيد صح وانا عارف ان ماما هي السبب الرئيسي كان سببورت قوي جداً لهانيا مورو ان هي تكمل غير بابا طبعاً بابا برطة يعني دور كبير جداً في موضوع السباح بس ماما يعني من داي وان ما سبتنيش وهي كانت أكتر واحدة يعني كلما كنت بقع وأقول خلاص كانت هي أكتر واحدة تقف جنبي وتقول لي ان أنا لسه عندي وحتى لو كانت بتحصل المشاكل كتير قوي كانت هي الوحيدة وهي مش عارفة كانت دايماً تقول لي أنا عارفة ان كل حاجة تبقى كويسة وهي مش عارفة ان كل حاجة تبقى كويسة هي كتب تقول لي كده بس عشان تقويني وفعلاً هي اللي كتب تقويني كل مرة بقع فيها يعني عايزك تقول لها كلمة على الهوى بعد ما ايه يتي بطلة كبيرة واخلي بالك أنا لسه شخصياً وكل الناس منتظرين عني يا مورو تطلع لغاية أعلى مدالية في العالم وهي مديريات الأولمبياد يا رب تقول لها ايه ماما لأ يعني حاجة كتير قوي يعني مش حاجة واحدة بس يعني ربناي خلي هالي ودايماً كده اكون مفرحوها وانا على طول يعني وانا بعوم وانا بعمل اي حاجة ببعايزة عم كويس عشان هالي عشان هي تب خلينا تستهنية تشوف كده خلينا نروح لدولاب البطولات اكيد اتمرنتي في الناد الاهلي مدة زمنية اه طبعاً واختلفتي لما طلعت امريكا خليني اتكلم على بطولاتك في الناد الاهلي وابرز بطولاتك جوة الناد الاهلي وانت لسه ناشئة زغيرة انا طبعاً بلعب بالناد الاهلي من عندي 11 سنة فكنت بعمل وانا صغيرة باك فكنت باك طبعاً ما يوم تنباك باكساب على طول في بطولات الكاهرة وبطولات الجمهورية لحد ما انا لحد ما سفرت لحد ما بعندي 18 سنة كنت الحمد لله يعني ما فيش بطولة عدت علي ما كنتش اول جمهورية في سبق او سبقين على قل يعني فدي كتأبرز بطولاتي عشان انا طبعاً كتأي بطولات برة كتبلعب باسم مصر يعني بس كنت باتمرن في الناد الاهلي يعني حتى لو رحت بطولة افريقية بطولة عربية بطولة عالم وانا قبل ما سافر امريكا كنت باتمرن جوه الناد الاهلي وكنت بسافر بقى البطولات ألعب باسم مصر طبعاً سافرت وانا جوه الناد الاهلي سافرت ثلاث بطولات افريقية وثلاث بطولات عربية وكان سافرت بطولة عالم ناشئين وانا لسه جوه الناد الاهلي يعني دي كانت اهم يعني كتأبرز الحاجات يعني كسر أرقام متتالي يعني ما شاء الله اللهم لا حسن بتكسري أرقام على طول كل ما تدري سبق هان يامور تقوم بكسر الرقم تفتكري إيه أكثر رقم بين قريب لهان ياموره ونفسها كمان تكسره تاني كل أرقامك لا هو في سبقين يعني بحبهم قوي بس يعني ممكن أنا بحبت هنوماية قوي بحبت هنوماية حرة بحب عمها جدا ده يعني كنت زمان بحب ربعمية قوي ده كان أول رقم مصر حطمته في حياتي فكان رقم يعني وأنا صغيرة كنت بحطم أرقام السن لكن أول رقم مصر حطمه كان ربعمية حرة 2015 تقريبا فكان بالنسبة لي يعني سواء عايز علي قوي بس دلوقتي أنا بحب قوي عم سبق سبقت أبنمية حرة يعني بالنسبة لي بتحبيه أو لا وكمان يعني لما بنزله كده ببقى عارفة أن أنا أقدر إن شاء الله أكثر الرقم ده وعمل أحسن طيب هكلمك بصراحة عايزك بس أقولي الواكي كده النهاردة إحنا بعمت أبنمية أنت بتعوم لوحدك بتقولي لنفسك إيه وانت بتعومي يعني إيه اللي شغال جوا دماغك عايزة أقولي السباحين الصغيرين البطل بيتعامل مع السبق الطويل ده إزاي؟ ربعمية أعتقد هو تلت دقايق ونخلص على طول آه أربع دقايق لكن تمنمية والألف وكمس بقى السبقات الطويلة شوية بتعملي إيه طول السبقات الطويلة دي مع نفسك جوا السبق نفس لا أنا ما عمتش تمنمية ألف وكمس بقى غير لمسفرت أمريكا هو بصراحة المدرب بتاعي هو كويس قوي يعني غير التمرين هو بيركز على المنطقة المنتل قوي يعني هو بيحطيني في منتل ستيت إن أنا هعم ديستنس فإن أنا أنا أقدر أستحمل كده وإن أنا أقدر أعم كده فأنا بقى عيمة بفكر طبعا أيوة هو ده أيوة بفكر إن أنا إزاي حافظ إن أنا وإنا عيمة أفضل عيمة جامد ومخشش بقى إن أنا متعبت عشانه وإحنا عيمين في السباح أكتر حاجة أكتر حاجة تأثر عليك وإنت عيم لو إنت دخلت في منتل اللي هي أنا جسمي أنا تعبان فجسمك كله بيتعب فالعضاءات كلها بتوقف بتنزلي على طول في السبق فأنا بقى دي حاجة أنا الحمد لله بتمرن عليها كل يوم إن أنا بقوم في التمرين على تحمل السرعة عشانه أنا عيمة جوا السبق بقى عيمة بسرعة جدا فأقدر إن أنا أتحمل السرعة دي ومتعبش فجأة فهو بصراحة يعني بقعد بقى طبعا أنا عيمة يعني بتفتكري حاجات وكده لا ببقى طبعا مركزة شايفة المدرب بتاعي ومركزة في الأرقام شايفاء آه آه ببقى شايفاء مش شايفة طبعا طول السبق بس في حتة من السبق ببقى شايفاء بيقول لي كويس بيقول لي وحش ما ببقى مركزش بقى حد جنبي مش حد جنبي أنا عيمة سبقي لوحش قد لسه سؤال التاني اللي جمزك لو أنت ماشي اللي التاني اللي جمك يمينك وش مالك ماشيين معاك بتاخدي بالك منهم ولا أنت مركزة في السبق بس أو في اللاين بتاعك أكيد لو في منافسة يعني مثلا في بطوقة أفريقية في الجزائر السنة اللي فاتت كان عندي منافسة فكان طبعا يعني نفسي أكسب واطلع أول بس في نفس الوقت أنا مركزة في سبقي أنا عشان أنا لازم عم سبقي صح عشان أكسب يعني ببقى بصة جنبي طبعا عايز أكسب واشوف البنت اللي جنبي فين بس مش مش بيبقى كل تركيزي أنا ببقى عم سبقي أنا وأكثر رقمي أنا فده بيبقى أهم حاجة بالنسبة لي أهم حاجة عندك آه أن أنا يعني بابايا كان دايما يقول لي كلمة يعني حطامي رقمك مش لازم تحطامي رقم البطولة أو رقم السبق حطامي رقمك أنت فإني دي كانت أهم حاجة من زي أن أنا حطم رقمي أنا دي حاجة مهمة جدا لكن أكيد في النادر قريب يتمرن ما شاء الله عليكم أربعة الفجرة تصحوا تروحوا التدريب ربنا يكون في عونكو وتدريب بعد الظهر ودراسة في النص وحاجات كتيرة لما رحنا أمريكا موضوع أكيد اختلف معاك أو طبعا عشان إيه اللي اختلاف أمريكا منظومة متكاملة من كل حاجة بمعنى أنا عايشة في الجامعة كويس وبتمرن في الجامعة ومحضراتي في الجامعة فأنا وقت كله عرفاء يعني أنا هنا مثلا بنزل من البيت ما بقاش عارفة هوصل في قد إيه قد وحنا الطريق واقف العربية حصل لها حاجة أي حاجة بقى أيا كانت إيه لكن هناك كل حاجة حد قفل أيك الطريق بالزبط أشكر الإشارة قفلت كده يعني آه لكن هناك أنا عارفة كل حاجة بمعادها وكل حاجة بتحصل في سيستم هي منظومة متكاملة التمرين بالدراسة مدارب بتاعي عارف درجاتي وفي ناس بتتبع درجاتي عشان حتى مركزش في السباحة قوي والدراسة تقع فهي أمريكا أحسن حاجة فيها عشان كده هما نكحين جدا في السباحة ومعظم الرياضات إن هي منظومة متكاملة من كل حاجة أنت شغالة في إيريا واحدة بالزبط ما بتطلعيش من إيريا دي إلا لو أنت خارجة مثلا مع صحابك أو خارجة تخرجي أي حاجة لكن غياضة دراسة جوه الإيريا السباحة جوه آه كله جوه نفس الحاجة ومدارب بتاعي عارف عني كل حاجة وبيتابعنا كلنا كفريق وكمان فيه روح الفريق دي برضو إحنا عيلة مع بعض إحنا مقضين وقتنا كله مع بعض فبجد إحنا بنعتبر عيلة عشان كده نفسية السباحين بره بتبقى الموضوع نفسية مختلفة على السباحين ومصر آه طبعا يعني الناس كده خايفة بجد على بعض والسباحين كده بجد إحنا عيلة يعني إحنا هما لما أنا مثلا بعمل كويس وبطولات بقى خارج الجامعة بيبقى لكن أنا يعني هما اللي كسبوا بالزبط يعني وحضر لك بقى تلاقيهم على طول بقى حطين سواري يعني ناس بجد فعلا سابورت عندهم حاجة مهمة جدا جدا وبتفرق في نفسية الرياضي جدا طيب هقولك الحاجة اللعاب الجامعية أكيد هنسابورت بعض بس اللعبة فردية أنا عايزك سوي أنت عايز تكسبي بالزبط اللي اختلاف ده حاجة مهمة جدا يعني إزاي هما بيسابورتوا ده وإنتي ممكن تكون بيلعوم عاكي النفس السباح بتاعك مظبوط كده إزاي إزاي سابورتوا هانيا مورو وهي عايزة برضو تكسب صاحبتك اللي جنبك أو زملتك اللي جنبك عشان إحنا بننعب رياضة في الآخر يعني إحنا المفهوم يعني أنا قلت لي يا واحدة صاحبتي هناك وإحنا في الجامعة إحنا بنعم نفس سباقات بعض وإيام هي أحسن مني أيام أنا أحسن منها يعني مضو رايح جاي بس عمرنا يعني عمرنا ما عملنا حاجة وحشة في بعض يعني إحنا بنتعامل مع عمالات بالعكس إحنا بنيجي يوم كل يوم التمرين كل واحدة عايزة تبقى أحسن بالتانية فإحنا بنشجل بعض عشان كده إحنا اللي اتنين تحسننا جدا فيعني هناك فارق طبعا لا لا طبعا عايزة تدي نصيحة في الحتة دي بالذات للسباحين والسباحات المصريين في النادر آلي وبرى النادر آلي إن المنافسة دي جوه أرض الملعب لكن برى لازم نكن لبعضنا كل احترام ياريت تقول لهم نصيحة فعلا في حتة دي بس أقول لحضرتك حاجة أنا مدرب أنا الأول ما رحت الجامعة أنا طبعا هنا في مصر يعني كنت أخذ كل الاتنشن من أي حد عشان أنا بقى البطلة وأنا كويسة لما سفرت كان فيه ناس أحسن مني فأنا ما كنتش عارفة أتعامل لسه يعني مش أنا اللي على الاسبوت فكت أنا برضو إيه مستغربة كان فيه بنت كويسة قوي فكان المدرب بتاعي مرة قال لي كلمة ومن ساعتها أنا ما نستهيش قال لي شاين ان افريونز اكسلنس يعني ده معناه إن أنا أي حد كويس أنا حاول أبقى زيه وإن أنا يعني أبقى كويسة وهو كويس مش لازم أنزله تحت وأقلل منه عشان أنا ألابقى كويس احنا عكس الى ضف مصر يعني بصراحة يعني بصراحة يعني عكس الى ضف مصر ينزلك عشان أطلعه بالزبط فهو لما قال لي كلمة دي أنا فعلا أنا بقى من ساعتها البنت دي أنا فضلت إن أنا عايزة أبقى زيها وعايزة حتى لما عايزة أتعامل مع الناس زيها وعايزة أكون كويسة زيها في السباحة وبرة السباحة وفي الآخر بقى إنا إحنا اتنين كويسين وليتنين بيكسبوا بالزبط وكل واحد بيعمل في سبقاته كويس النصيحة بقى عايزة تنصحي السباحين عشان يكونوا النفسية شوية هادية أنا معاكي مية في المية إن فعلا السباحين في شد وجذب قوي جدا لكن عايزة تديهم النصيحة طولهم اتعاملوا إزاي عشان كله يكسب يعني أنا عايزة أسألهم إنه هو يركزوا على نفسهم يعني بالزبط يعني زي ما قلت حضرتك ما تركزش في اللين اللي جنبك ولا في التمرين آه طبعا يبقى فيه تكون شخصية كومباتدف بس يعني يعني ما تخليش إنه إنت عايز ده يخسر عشان أنا أكسب بالعاكس بالزبط وخليه هو يكسب ويكسب إنت يعني أكسب وهو كده إنت هتبقى مبسوط من نفسك أكتر مش عشان هو خسر فأنت أكسبت لأ يعني ده اللي أنا عايزة أقوله يعني ركز على نفسك أكتر يعني طيب إحنا في الأجيال بتاعتكم أو الجيل ده بالزات بقينا مش من الكلمة الأفريقية ولا من الكلمة العرب من الكلمة والعالم وصلنا وعندنا أرقام والأرقام بقت قريبة قوي التكة دي هنخلص فيها متى اللي إحنا نقف فعلا على منصات تتويج الأول والتالي والتالي هقول له حراك على حاجة يعني إحنا دلوقتي من عشر سنين مثلا إحنا رحيم توطي علام كمان تعطي أسابيع من عشر سنين كان الاتحاد الدولي بيبعت لمصر دعوة عشان ما كانش في حد بيتأهل دلوقتي إحنا ست ولاد وبنتين متأهلين مش ما بعت لنا دعوة فقول مثلا كمان عشر سنين إحنا تعبنا إحنا تعبنا أوي معلاش بيجي لنا ورقة تقول لنا تعالش سنفول لا وموضوع يعني خد مننا وقت فممكن بقى كمان عشر سنين تلاقي أكتر من من ستة أو تمانية بالزبط وناس بقى بتنافس على أول وتاني يعني إحنا الزقتي بالنفس على فاينل بالنفس على سامي فاينل فدي حالة كويسة دي بداية يعني بداية كويسة جدا طبعا لنا كسبحين يعني في مصر يعني بص هو جابوا لي صورة نفس اللوني تنبسها بالزبط أصفر إيه الصورة دي؟ ده في أمريكا في المطولة بتاعت الكونفرنس بتاعنا في أمريكا إيست إحنا البنات في شهر إنتي فين بالزبط في صورة زحبة؟ أنا على الشمال رفع يدي كده للجنب اللي على الشمال فوق؟ لا تحت تاني صف أنا اللي وقفة جنب العالمي بالزبط كويس جدا هاي هي دي كابتر هانيا مورو تاني واحدة على الشمال من تحت لا واحدة لابسها سود هي لفقية على طول رفع قديها عشان بس الناس تتابع بس الموضوع وديه؟ دي في نفس البطولة برضو أخدت أحسن سباحة عملت أحسن أكبر أكتر البطولة على مدى أربع سنين وصاحبتك يبتلعب معاكي كانت مبسطالك طبعا هو أصلا الجايزة دي كانت بني وبينها يعني كان يا هانا يا هي يعني دول أكتر اتنين صحابي في الجامعة هناك كانوا على طول معايا ومش بيسيبوني يعني في أي سبق ولا أي حاجة يعني ده كان البطولة دي بيلعبوا معاك يا سنين أه بيلعبوا معاكي في الفريق والبطولة دي كنت أنا يعني سفرت عشان كان في رقم كنت محتاجة أعمله فجوم معايا يعني هم حتى سفروا لوحدهم بالعربية وجوم معايا عشان يشوفوني وانا بعمل بيسابورت الهانيا مورو ودي؟ دي بتويت كاس ماصر هنا في شهر أربعة ده كاس أحسن رقم خدته على سباقتهم شكلك مختلف شوية وانتي برا شكلك يعني لا اهنا كنت سوريت شوية دول أصحابي دول أصحابي في الفريق برضو دول اللي هما نفرح ده ولا ايه؟ لا كنا بنصور صور التخرج بي صورة التخرج؟ يعني كنا احنا عاملين مع بعض صور كده عشان للذكرة يعني دي جميلة جدا جدا بجده يعني مبسوط بيكي جدا 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 اللي جاية عندنا بطولة العالم كمان تلقى تسابيع بس أنا عارف انتي ما شاء الله عليك ده مدرب بتاعي ده مدرب بتاعي في امريكا ده اسمه ايه؟ اه غيرني شخصيا وسباحيا وكل حاجة هو اه هو مش مدربي يعني هو دلوقتي بقى يعني احنا صحاب جدا يعني طب تديره كلمتين انجليزي يعني عشان بس تلقى لينك ولا حاجة لازم تشكريه على هوا يعني لازم ولا ايه؟ لازم عشان تبعاتي له اللينك لازم يا الله يا كلم بلاد لازم تقريه كلمتين رجع صورة تاني عشان تبعاتي لينك يا جماعة رجع صورة تاني ايه تلو ايه؟ اولو thank you so much for everything you've done for me هايل خلاص دي كلمتين كويسين ياريت ترجعون لبقى تاني عشان نكمل مع كبتن هانية سباحة قصيرة ما شاء الله صباحة طويلة ما شاء الله وعندك بتولة عالم هتلعبي 5 كيلو و10 كيلو وهتلعبي 800 و1500 شايفة بطولة العالم اللي جاي ازاي بالنسبة لها نيامور اه طبعا مختلفة جدا انا طلعت بطولة عالم 2017 اه دي طبعا هتبقى experience مختلفة تماما عشان انا يعني عمري ما كنت نزلت باحرف بطولة عالم قبل كده انا من شهر بالضبط جالي تليفون وحد من مدربين يعني كبار في مصر قال لي انت ليه ما بتنزيش طويلة فقلت له لأ يعني مش عارف يعني ما فكرتش قبل كده قال لي ليه فرصة كويسة جدا ليكي وتسافري التوتر عالم انا طبعا كنت رفضة الفكرة طبعا قعدنا بقى نتكلم كذا مرة وجيت ونزلت التجارب في اسكندرية من شهر كده برضو اه وكسبت فهو قال لي انا قلتلك ليه يعني فرصة كويسة فانا يعني انا اول انا اول سباحة مصرية تطلع بتوتر عالم على السباحة الطويلة والسباحة القصيرة الاتنين مع بعض اتنين مع بعض ما شاء الله بصراحة طب السباحة القصيرة ولا السباحة الطويلة يعني انت حبة ايه اما انا لسه برضو يعني كثيرين ساعتي السباحة طويلة مش مش كبيرة جدا بس انا بصراحة يعني ما كتبش احدا لك انا استمتعت جدا في سباحة الخمسة كيلو دي حقية استمتعت استمتعت يعني كنت مبسوطة ونعايمة عجبني اسلوبك وانت بتستمتع بالرياضة اه طبعا غير ما انت بتلعابي برياضة بقى زمان من عشر سلين العابي العابي صح لا لأ السباحة لأ يعني حياتي كلها لأ بستمتها طبعا الدراسة فين في حياتها يا مورو اه الدراسة يعني انا عارف مش عايزين الدراسة صح ياريت ما يكونش في دراسة بس قتيت دراسة مختلفة في امريكا يعني اه طبعا لأ انا يعني انا بتصد ودورة اعمال اه خاصة ديلي سمستر هتخرج ان شاء الله في شهر ديسمبر فالدراسة يعني كان طبعا هناك انا بقول لحضرتك منظومة متكاملة فحتى لو انا عندي مشاكل في كلاس عندي مشاكل في حاجة مش بهمها فيه ناس بتساعدني يعني هم حطين ناس للرياضيين يساعدوهم لو عندهم مشكلة في كلاس معين في مادة معينة فيعني لا الحمد لله يعني والحمد لله دراجاتي كويسة وكل حاجة ان شاء الله تكمل على خير تكمل على خير هني امورو دلوقتي بتدي قرارات في حياتها ايه اسعى القرار هني امورو اخذيته في حياتها السفر طبعا السفر اه اه يعني انا واحدة قريبة قوي من اهلي يعني بابايا وممتي واخوتي وانا يعني بحب العيلة وانا كنت عمري ما سفرت امريكا اصلا كنت قوي بسفر اوروبا اي حتى اول مرة في حياتي اطلعي امريكا هي دي كنت روحة جمعة كويس روحتي زي بقى لا احكيلي مش عايزي تجري مني عايزي تحكيلي تقولي اليوم خلاص اتفقنا والسكورة بتاعك طلع وكل حاجة صح كده ويهة وصفر امريكا الفيزة اوه امري ما انسى بابايا لقيته يوم داخل علي وكنت نعمة سنة الفيزة كويس كنت اسكرتكت محجوزة وكل حاجة بس كان عندي مشكلة فى الفيزة ما كنتش بتطلع يعني فلقيت بابايا يوم داخل علي وبيطلع لي باسورو من جيبه وقال لي خلاص كده طبعا يعني انا بس دطلو كده وقعدت عايت يعني قلت له ايه انت بتقولو ده بس فا يعني أنا كنت متحمسة وكنت عايزة أنا كنت خلاص عارفة أن أنا لو قعدت في مصر ده الآخر ده آخر يعني عمري ما كنت هتحسن أكثر وأنا كنت بحب اللعبة وعارفة أن أنا عندي أحسن فأنا كنت متحمسة وعايزة ده يعني كنت آه خايفة وكنت أنا اللي كنت عايزة يعني هو قرار صعب بس ما كانش صعب علي عشان أنا كنت عايزة كان صعب علي طبعا عشان أنا ومامتي يعني ما بنفرقش بعض يعني فبس يعني إحنا بالحمد اللي سفرت يعني سفرت امريكا دي لوحدك? اه اه. ولا بابا جي معيك او ماما. سفرت او مرة واحدة. سفرت في شهر ثمانية الفون وخمسة وشر من اربع سنين. مع نفسك. اه اه. طب لما رحت امريكا اقول لي لأ احكي لي رحت الطيارة سفر فلسل واحدة. اه. اه. واول يوم هناك في امريكا. مدربة استقبلني في المطور. اه. وبعد كده بقى رحت اه. يعني اول يوم طبعا وكل هاجة تاني يوم صحيت رحت الجامعة. اه. عشان هسكن بقى اهنك. طبعا بقى الفريق بتاعنا سبعين واحدة. سبعين واحدة. اه. كل فريق مستنيني. مش مستنين انا. مستنيني كل نيو كومرز يعني. بس طبعا هو المدرب بتاعي يفهمهم ان انا من برا من بعيد قوي. اه. فيكونوا مركزين معايا يعني. اه. فطبعا سبعين شخص مستنيني وسبعين شخص عايز يساعدني. حسيت بحب وحسيت بقى ان انا خلاص ده مكاني وهو ده المكان بقى اللي انا هعيش فيه. اللي اربع سنين الجايين وبيطلع منه بقى كل. يا اما وحش اما حلوة. اربع سنين قاتي في امريكا افكرت يوم ترجعي مصر. لا. صراحة. ولا حتى اول اسبوع. لا يعني. فكرت طبعا عشان عندي هوم سكنس وعايزة اهلي وكده. بس. مفكرتش يعني ان انا ارجع عشان. انا عارفة انها لو جات هبطل سباحة. يعني. على طول. خلاص. عجبني فيك الصراحة اول. طبعا هنبضل مكاملين في امريكا بقى خلاص احنا هنتعاش هناك لوقت ما هانيا مورو تقرر هنا تبطل سباحة. يعني انا ان شاء الله هرجع في شعورة تمانية. عندي سمستر. وان شاء الله بقى اعود لحد بقى ان شاء الله اه. تصفيات اولمبياد بقى اشوف بقى هعمل ايه. انا ومدرب بتاعي يعني. لسه عشرين عشرين السنة يعني. عشرين عشرين. الا ايه هانيا مورو واخده اول تاني تالت في الولمبياد. لا صعب قوي بس نشارك. ده انا ده انا نفسي. والله نفسي اشوفك على الولمبياد بصلاحة. يا ريوانو والله. بس هو حلم كل رياضي يروح الولمبياد يعني. اكيد. الحلم حياجة لكن المدالية حاجة تانية. اه طبعا طبعا. ان هو مجهود كبير يعني. لأ. ناوية. يا رب. ناوية. طيب خلينا من السلاحة شوية. اكيد لكي هوايات تانية. يعني اكيد انت بتمنع نفسك عن خروجات وعن صهر وعن حاجات كتيرة. لكن خلينا في هوايات هانيا مورو برا السباح. عايزة اعرف الغنى مسلاً. ملا ايه. كنت خد حضرك عاربية. عاربية. السباحة ما بتسبلناش وقت نعمل اي حاجة يعني. بس اكيد فأبليكها في النظام ده. اكيد. لا بحب بخرج مع صحابي. انا بحب الاكل مسلاً. فبقى حب اجرب مطاعم مع صحابي. اه نشوق نعمل اكل. ايه اكتر حاجة بتحبيها. في الاكل? اه طبعا. اه. بستنيك تقوليها. بس انا بحب كده برضو. قولي لي بس. الماكرونة يعني بحب حاجة. مية في المية. اه طبعا. اكلها كل يوم. كل يوم مفيش مشكلة. اه مانيش مشكلة. بسحابك بيروحها معاكي ومش متضايقين ولا اي حاجة خالص. لا بس انا يعني هناك بنجرب بقى كاسا حاجة بس انا بحب الماكرونة جدا. طيب هقولك حاجة. السوشال ميديا اكيد في حياة النجم الكبير. لزي حضرتك كده معاكي ناس كتير على السوشال ميديا. السوشال ميديا بتمثب في حياتك ايه? اه انا يعني بحب اتفرج اكتر ما انا اكون في سوشال ميديا يعني انا مش مش مركزة قوي على السوشال ميديا يعني بس اه اكيد بعد اي بطولة مهمة بيبقى يعني في ناس كتير يعني بتحاول بقى تتكلم معي بس يعني. فمصر بيكونوا بتواجدين معك على السوشال ميديا ومتابعينك ولا في امريكا اكتر? كسبحين ولا? كسبحين اه. لا الاتنين واحد تقريبا يعني. يعني طبعا السباحين الصغيرين هنا على طول يعني بيكلموني وكده ولو في حاجة هناك برضو نفس الحاجة صحابي عطول معايا. يعني مش مش جزء يعني انا بالنسبة لي السوشال ميديا بحب اكتر ان انا يعني انا مش بحب ان انا يعني يكون حاجة كبيرة على السوشال ميديا. في السرعة شديدة جدا كلمة لمدربينك وكلمة لجمهور الناد الاهلي اختم اختم اختم. المدربيني طبعا مداربي في امريكا يعني انا قلت له يعني وانا على طول بقول له كل حاجة انه هو السبب كل حاجة. مدربيني كليف مصر? طبعا يعني هما يعني السبب ان انا وصلت للحدة انا في امريكا فبقول لهم شكرا جدا على كل حاجة. جماهير النادي الاهلي ككورة ولا كسباحة ككل حاجة جماهير النادي الاهلي بيتبع كل الالعاب بجد هو الله يبيتبعوا بيتبعوا عارفين طبعا لا جمهور عظيم يعني احنا كلنا عارفين يعني هو احسن جمهور في مصر بصي بجد فرحان لك ومبسوط لك جدا وسعيد جدا اللي انتي كنت معايا النهاردة سدقيني شرفتيني ونورتيني وانا كمان والله بجد هي كابتن هانيا مورو شرفتنا النهاردة وان شاء الله باذن الله هتنورنا بعد بكين وهي باذن الله شايرة مديلل ان انا عندي امل فيها كبير لان فعلا اللي انت شفتها هي عندها خمس سيني وبتلعب سباحة ان شاء الله هتحقق مديللل ان هي عندها الطموح ده باذن الله في اخر الحلقة بشكركم وإلى اللقاء